سرتك الطيبة هي اللي دايمالك والكلمة الحلوة اللي بتتقال في حقك وقت غيابك هي اللي بتدوم ومكسبك الحقيق من الدنيا لما الكل اتفق على معدنك القصيل وخليك عارف ان سرتك هي الكنز اللي مكمل معك للآخر اهلا وسهلا بحضراتكو في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل النهاردة في تفاصيل عندنا اكتر من فكرة فكرتنا الاولى هيكون ضفنا فيها طفل اصار للجدل جدا على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت عاطف عبد المجيد والدته طلعت وقالت ان ابنها بيعاني من حالة طبية ندرة وهي خروق حصوات من مجر البول تشبه الألماظ والأحجار الكريمة وانه اخرق حصوات شبه الألماظ هنعرف عاطف في حالة شكلها ايه ونفهم منه القصة الكاملة وازاي اكتشفوا الموضوع ده فكرتنا التانية يكون ضفنا فيها فضلة الشيخ ابراهيم الدسوقي واحد من العلماء الازهر الشريف واللي هيكلمنا عن فضل الصدقة الجارية ودورها في فك الكروب وشفاء الأمراض وتيسير الأمور ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في حفر الأبار وبناء المساجد وتوصيل المياه ومساعدة الغير قادرين قبل ما نطلع ونشوف حلقتنا النهار ده فنان نتكلم عن موضوع كده حكاية موض التقاليع المطربين الجداد واللي مؤخرا ظهر مطرب راب توليت بقناع على واجه حتى مستي كده على وشه بدون ما يكشف عن ملامحه أو وجهه الحقيقي من غير ما يعني من غير ما نعرفه هتلاقيه قدر يتصدر الترند بأغنية زي اللي بين خبي وحبيبي ليه وبقيت وحيد لسه بريء ما تيجي أعدي عليكي بصر الألبوم الجديد هتلاقي شكل الكوكتيل كده القديم من أيام التسعينات حياني ناس كتير كانت انتضمنا مع الموضة دي ومشي عليها وتوليت عمل ضجة الشعر الغنية أيما بهجة أمر قال فيه كلام حلو قوي قال إنه جميل أحمد سعد بيدور زينا بالظبط مين من الكراكتر من الشخصية حمد هنيدي ناس كتير قوي هتلاقي توليت كمان بيعمل أغاني تسعينات حتى الكليب بالأخير اللي هو بتاع ليه حبيبي مزيكة التسعينات قوي مزيكته ما بين البوب والهيب هوب والأراند والأربي والتأثيرات الإكترونية كتير ما تفهمش هو رايح فيه مش معرضانات خالص مش مزيكة هارموني اللي احنا عارفنا لأهو بيلعب مزيكة التسعينات أول الأغاني ما تشتغل تحس يمدو تسعين سنة تسعين الشريط الدزاين بتاع الألبوم بتاعه وتحسه كوكتيل لو موجود يا حسن طلعهولي علشان كده كان لازم يبقى معنا ياريت يظهر على الشاشة كان لازم يبقى يكون معنا الدكتور أشرف عبد الرحمن النقد الموسيكي يبقى أكاديمية الفنون واللي هيكلمنا عن رأيه في الموضوع ده موجود دلوقتي جاهزوا أستاذ أشرف أو ده شكل الكوكتيل فاهمين أنا أصد إيه طبعا هو ده الموسك اللي لبسه أو هو ده الحالة اللي بيظهر بيها نفس دزاين التسعينات حاجة كده يعني ما بقيتش موجودة تعالوا نرحب معايا بضيفي اللي منورني دكتور أشرف عبد الرحمن مساء الخير تعالوا نمساء الخير أستاذ نهال أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كفا إيه رأيك في المطرب طوليت هو طوليت ولا طوليت ولا هو اسمه طوليت طوليت إيه رأيك سمعت القلب ومسمعت أغنية شفت المزيكة اللي بيستحضرها إحنا فينا فيه كذا جزئية عاز أتكلم فيها أولا موضوع القناع في الأول كده عشان يعني كيبنا من حتة الموسيقية والفنية موضوع القناع ده هو الغرض منه أنه هو يسير الجدل وزيما أنت شايفة حضرتك أن الناس ثبت الأغاني بتاعته وعملة الكلم هو مين ده أيها وأصبحت حالة التريند اللي حصلت وحالة الناس اللي عايزة تعرف مين هذه الشخصية فبدأت تبحث عن أغانيه فدي كانت وسيلة أو أسلوب من إحداث الدقة ولفت النظر لكثير من الناس والناس كلها بقى عندها الفضول حتى فنانين كبار دي وغيره أصبحوا يعني بيدوروا على مين هذه الشخصية أيها أولا موضوع القناع ده أنا شايف أنه هو يعني من ناحية الفنية وما ليش علاقة بالجودة الفنية ولكن هو يعني هو لفت النظر مش أكتر وهو أسلوب أنا شايف أنه هو مش أسلوب يعني فني أن أنا أتخفى وأغانيه والناس تبدأت يعني تسمعني وأنا مقنع أو حاجة زي كده لأن الغنى أساسا هو يعني إحساس وتعبير ودايما كل الأغاني اللي احنا بنكون الزمان حتى لما كنا بفرج على العب حليم والمكسوم أما بتشوف الفنان نفسه لا بيديك طبيع ثاني مختلف تماما عن أن أسمع في إذاعة أو أسمع صوت فقط ما بالك بقى لما بيبقى قدامك صوت وصورة وفي نفس الوقت هو مقنع فده بيزيد الفضول أكتر أنا مش معها أزيد ظاهرة أن كل واحد يطلع يلبس قناع ويغني أو يقدم فن لأن الفن يعني من أساسياته أن أنا أصدقك طب أنا أصدقك إزاي وأنت مقنع بهذا الشكل والدجة اللي هي حصلة للتوليد دلوقتي هي مش علشان أن هو صوته حلو أو علشان المزيكة اللي بيقدمها أو علشان هو بيقدم لون جديد لا هو علشان فكرة أن القناع اللي هو لابسه وأنه هو كل الناس بتبحث عن هذه الشخصية الوهمية أو الشخصية الهلمية اللي مش عارفينها هو مين وناس يقول لك ده كلان وناس يكترح أو بيقوله عبدالله بن الفنان الكبير عامل تياب ويقوله مهاب ويقوله حسن أبو الروس آه آه فحالة الجدل خفاجي آه أنا شاف أن دي حالة جدل عباسية ملهاش علاقة بالجودة الفنية ولا بعلاقته أن هو صوته حلو أو صوته وحش فهو يعني نقلنا لمنطقة تانية خالص بعيدة عن الفن وبعدها بعيدة عن الإبداع طيب دكتور أشرف هو لو شال المسك هيخسر ممكن هقول لحضرك ليه بقى لأن في ناس كتير متخيلة شكل معين دلوقتي أنا سمعت صوتها متخيلة لشكل معين لو الشكل ده ما طلعش موافق لي الصورة الزهنية اللي جواية ممكن يفقد حاجات كتير جد وهو المسك ده هو السر السبب أن نخلى الناس كتير تدخل على اليوتيوب ويعمل مليون مشاهدة آآ أكتر من مليون دلوقتي على اليوتيوب بسبب المسك ده مش علشان هو صوته كويس والناس بدأت تبحث عن اسمه آآ وتشوف له الألبوم وتشوف له الأغاني التانية كلها اللي عملها فهو المسك ده هو السر أو هو المفتاح اللي قدر يوصل به أو يلفت النظر طيب ما قابله كان مسلم كان لابس برضو ماسك وألعب المناشي موافقين دلوقتي مش محقق الشهرة الكبيرة يعني أما كانت الناس بتدور عليه آآ لا إنما إنما توليت لأ دلوقتي هي الدنيا كلها كله وبعدين فنانين كبار بدأوا يعلقوا فده برضو لفت النظر أكتر لناس كتير تدخل على اليوتيوب وتبحث آآ من فحمد هنيدي يحطوا صورة مش عارف إيه من الأحراف هو أن فيه ناس بتقول إن فيه أجانس كبيرة جدا بتشتغلوا كلام ده حقيقي لأن الأفكار دي مختلفة ومش رائجة هم أعظين يخبوه مش هو اللي حابب يعمل ده آآ ده شغلة يعني شغلة بيزنس بقى تجاري بقى يعني تجارة بالفن بقى يعني ده شغلة تجارة بالفن وهو دلوقتي للأسف الشديد إن دلوقتي في كل حاجة بقى التريند هو المقياس وبعدين التريند دلوقتي الناس بتبحث عن التريند بغض النظر عن القيمة أو عن الأخلاق أو عن المبادئ أو عن القيم بقى هو عايز أعمل تريند وخلاص فقدر أعمل فاطل أعمل أي شيء مخالف للعداد أو التقاليد أو مخالف ألفة النظر فالناس بتبحث عني والناس تشوفني وحاجات كده طيب التسعينات والمزيكة بتاعته هو ده مش تحدي؟ الموسيقى أنا مش محترض عليها الموسيقى كويس إن هو عمل شيء يعني بيبقى فيه نستولوجيا شوية إن هو بيفكرنا بحاجات ما أنا حتى التصوير اللي هو عمله جايب صور قريبة من الفترات قديمة حتى شكل بصارات حميد الشعاري وهابته فيه زمين فاكرة يا دكتور وعمر دياب والحمد هو ده ده دي فكرة زكية أنا أنا أؤيد هذه الفكرة أنا أؤيد إن إحنا دايماً يعني نرجع للنستولوجيا بتاعنا والشكل بتاعنا اللي إحنا اتعودنا عليه فده برضو من ضمن الأسباب اللي نجحته خلت فيه ناس تبحث عنه كتير وناس تتفرج على الفيديو كامل إنما هو كصوت أنا شاف صوت عادي يعني مش صوت اللي هو قادر أقول إن هو متميز يعني عن الموجودين على فتاحة ولكن الأفكار اللي قدمها أفكار جيدة إن هو طبيعة المزيكة الميكس دي أو المختلطة دي دي عملت له برضو لون خاص به إنما موضوع القناعة ده أنا ما كنتش مع موضوع القناعة ده من الأول إن لأنه هو يعني شيء ما فيش مشفافية ما فيش يعني يعني شاف إنه هو الغرض منه في النهاية إن الناس تبقى تعد تتوقع مين هو فتصير جدل فالناس تبحث عنه فيحقق التريند هو بالفعل قدر ينجح في النقطة دي وكناحية تجارية هم حققوا الغرض اللي هم عاوزين طيب لو هتكلم مع حضرتك إن الشهرة معاييرها اختلفت يعني كان الشهرة الواحد يتعرف ملامحه يتعرف شكله يتعرف أما هي الشهرة دلوقتي بقت معاييرها اختلفت معقول آه آه معاييرها اختلفت أقول لحضرتك إزاي تفضل أنت عارفة زمان كان محمد عبدالوهاب الفنان العظيم كان بيقول كانوا كل الناس بتسمعوا في الإزاع كانت ما كانش فيه طبعا لتلفزيون وإيه حاجة صح نتكلم في الإزاع سنة 34 محمد عبدالوهاب كان كل الناس عارفة إسمهم ومعرفوش شكله ليه لأنه كانوا بيسمعوه في الإزاع ولما كان بيروح فرح فالناس ما كانوش عارفينه أصلا إنه محمد عبدالوهاب أيه لما طلع التلفزيون بدأ الناس يشوفوا الفنان اللي هم بيحبوه ويعرفوا شكله وطبعا قبلها كتب المجلات طبعا والجرائد وحاجات كتب إحنا دلوقتي الأمور بدأنا نرجع دايما التاريخ بيعيد نفسه مرته المخر معقول لما بنوصل لأقصى درجة من التكنولوجيا والتطور بنرجع نعود للبدائية أو مرة أخرى لأن ده اللي بيجذب دلوقتي كل الناس على اليوتيوب وكل الناس ممكن يعمل له قناة خاصة به ويطلع يقوله اللي هو عاوزه ويغني اللي هو عاوزه ويعيش بحريته في الشارع في دلوقتي لما أنا تخفى اللي هو عكس الموجود دلوقتي ما هو ده عكس الموجود أيه إن أنا أتخفى واطلع أغني وأعمل فيديو كليل وأنا مقنع فده لفت النظر للناس وكأننا بنعود تاني إن هو الناس بتبحث عن هذه الشخصية من هو من هذا المجهول اللي بيغني حتى الناس حتى لو أنا معجب بالأغنية أو مش معجب بالأغنية أنا كل اهتمامي دلوقتي أن نعرف من اللي بيغني ده مش علشان أنا أحاب بالأغنية ومش علشان أنا معجب بالأغنية أو لحنة أغنية كل اللي في تنظر الناس دلوقتي هو هو مين اللهو الخافي ده زي المسلسلات يعني بيعمل يعني تشويق إن أنا أكتشف في النهاية نهاية المسلسل إيه أنت تفهم الفكرة فده مسلسل أنا شاف اللي بيغني دي كلها مسلسل هيتكرر الظاهرة دي كتير يا دكتور لو اتكررت الناس بعد كده هتمل مش هت يعني خلاص هيبقى هو خاد وش القفز زي ما بيقول لو اتكررت وحد يطلع عملها تاني كتقليد خلاص هيفقد هيفقد يعني مقدار ويعني مش هيبقى بنفس الشغف بتاع الناس لأن خلاص الناس مرت بتجربة قبل كده وللأسف ممكن تتكرر آه طبعا بس دي مش هينال الرواج ومش هينال التريند اللي هو اتحقق لأول مرة طيب رسالة منك لو هو شايفنا تقول له ايه اقول له طالما انت فنان واسق في صوتك واسق في اغانيك بتقدم لون جديد وبتقدم موسيقى انت شايف ان انت بتمزج ما بين يعني فترة تسعينيات مع الفترة الحالية فده شيء جميل ما تطلع للناس وتبقى صوت وصورة وتبقى حتى في مصدقية مع الناس والناس تحبك لنما الناس هتتعلق بمطرب مجهول نورتيني وشرفتيني الدكتور أشرف عبد الرحمن شكرا أستمرنا الناقض الموسيقي بأكاديمية الفنون خلاص انا هجهز المسك خلصت هلبس البتاع ده وهطلع بقى اكلمكم بعد كده مش عارف اكيد انتو هنا عرفتوني كلكو دقريبا يعني خلصت هنا في اي حتة تانية على اي منصة تانية خلينا نقولي هيا حالة حلوة زي ما اي من بهجة امر زكرها خلنا نقض من دكتور أشرف اظهر بقى يعني خلص انت عملتان بلا شغل هزا الغموضة المميت يعني هيعمل قلبهم حلوة قوي 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 وكل البنات وكل الولاد كبار وصغار كمان بيسمعوا وحبينوا جاي معانا ايه يا سادزة الحالة اللي انا هنستقبلها ناوانتو دلوقت زي جايالك يا عاطف جايالك يعني او لازم نروح لعاطف لان في الحقيقة اللي انا قريته عن عاطف استوقفني قوي مش اقولكو في كل سطر كان فيه علامات استفهان بتظهر لي تعالي نشوف الطفل اللي بإمكانه يبقى أغنى رجل في العالم لما يدخل يعمل كل يوم طايلت الساعة واحدة ونص والطايلت ده بقى ألماز ايه ده عرفتم منين هو ألماز طب هو حالته عاملة ايه تعالي نستقبل عاطف ونرجع ليكم مرة تانية ابقوا معنا اهلا وسهلا بيكم مرة تانية وتفاصيل مش هطول على السادة المشاهدين انك اللي واقعت عاطف الغريبة وفعلا غريبة على مجتمعنا ظهرت أم كل اللي فكرت فيه اللي هي تدور على حل طلعت قالت يا جماعة أنا عندي مشكلة مش عادية ايه مشكلتك قالت أنا أم الطفل عنده ارتاشر سنة فجأة حسيت اللي بيمر بمظاهر غريبة بيدخل يعمل طايلات الطايلات بتاعه بيجيب أحجار حصوات مع الوقت فضلت أدور جريت شمال ويمين ده كترة كتير وصل للحال انه هما المستشفاءات بدأت تحلل المنزل من جسمه لانه غريب لقوه مجوهرات هي لا حول ليها ولا قوة هي طلعت قالت الكلام ده عشان يعيز حل طيب ايه اللي كان مديقها ايه اللي أثر على نفسيتها طيب ابنها عامل ايه طيب حالته الصحية عامل ايه نفسيته حياته كل ده كان لازم آآ نشوفهم عن قرب وناخد فرعنا الاعتبار انه دي أم كان ممكن جدا ان هي تقول ان انا اقعد واسيب ابني لو الحاجة دي حقيقية سيما هي ذكرت ان هي غالية قوي والماظ والكلام ده تقول لك مش مشكلة الفرخة اللي بتبضلي ده كتش تطلع تدور على الحل طيب هو وفي ايه ام؟ اه الحمد لله يعني كان كويس مش واشي عادي جدا اه لا حملتي بصعوبة ولا جدي لا لا عادي جدا ليه اخوات؟ اه ليه اتنين طوا عاملين ايه؟ الحمد لله اول سنة كويس يمشفهم قبل منه اه لكن هو كان الحركة دي معيكي تفريدة من نحو اه طيب انتو قراي بنتو والدو لا خالص لا خالص اكتشفتي ده ازاي وإيه اللي زعجك؟ بصي حضرتك انا اكتشفت الموضوع ده في شهر واحد خمسة واحد بالزبط تحديدا كنا يوم خميس بعد الساعة اه اتنشر بالليل قاعدين عادي زي ايه اسر عادي واقاعدين كنات جوشتة وبرده واقاعدين فقاعد يلعب جنبي يا ماما وكده ودخلت والدت عادي فلقيته بينادي يا ماما يا ماما في ايه قال لي يا ماما بس تعالي هقولك فبقل له في ايه انا بحكيلك بالنص ربنا شاهده وكيل على كل كلمة انا بقوله فبقل له في ايه قال لي بس تعالي فان مهم قمت لقيت بيوريني العدو عنده في حاجة وقفة فتحتي الحالب حاجة بيضة كده تشعارف ينزلها لا وقال لي مش عارف انا مشكتش اي حاجة خالص انا اول مرة اتعرض للمواقف ده في اول حاجة عملتها اللي هو انا نزلت بسرعة لبس تعبيته ونزلت على الصيدة ليه اقرب حاجة ليه اه كنا خلاص احنا الساعة واحدة بالليل فقال لي لازم تودي المستشفى ياخد محلول عشان يعمله توسيع وينزل فارحت المستشفى قاله لا اقرب حاجة ليك تطلع على مستشفى الجامعة كفر الشيخ عشان يدلي فيها قسم المسالك والكل طبعا في الوقت ده انا الواحدي معايا بقى واحدة صاحبتي جنبي يعني قلت لها تعالي معايا جات معايا وشافت الحال على انا مش عارفة اعمل ايه فحد جارنا برضو اتصلت على حاجة صاحبتي بعتت لاخوها بالعربية انا ما فيش حد وحنا في توقيت شتوي المهم طلحت على مستشفى الحميات الحميات حولتنا على العبور العبور حولتنا على مستشفى الظهرة انا بقولك مستشفى تبقى ساميها حصلت معايا اخر حاجة وصلت لها مستشفى النين للدكتور سامين نزللي قال لي انت سايب الواد لحد دلوقتي قلت لها دكت انا عن نفسي صرت عليه قلت لها دلوقتي تطلع الحاجة دي وبعدين كلمني او حسيمني انا انا معرفكش ومش عارفة اعمل ايه انا اتجهت لقرب حد لي فمهم شالها وقال هنركب قصرها طبعا مخدتش في الموضوع واخدت الواد بقى وروحنا بقى عدي معاناة ده كله والحسوى بقى وقفة يعني ربنا يا رب ما يورى اي حد في ضنه كل ده بقى معاناة وينم مني في الارض ويرجع ويا ماما وخلاص ألم ألم وقفة ومش عارفة اعمل حماء المهم اخدت ابنه وروحنا صباح الجمعة نمنا ساعتين لقيته بقول لي يا ماما يا ماما فيه ألم وانتو تاني فأنا أصلا الموضوع الأولاني أنا أخدته عادي حسوى ونزلت نزلت بدأت تاني حسوى اللي هي كانت لونها أغضر خضرة شفافة برضو أنا وغداها كأنها حسوى عادية خالص وده جسمه عادي وكده فالمهم اتصلت بقى على الناس تمين دكتور كويس قالوا فيه دكتور في اسكندريا اسمه عاطف أبو زهر ده دكتور شاطر وكده روحت له ووريت له الحاجة قال لي لا انت منين أصلا احنا من كفر الشيخ رحت من كفر الشيخ مسكندريا فقال لي لا ده انت تعملين عشاية رانين مفتوحة حالة وقلولهم وفي المركز أن الدكتور مش هيمش اللي مشوف التقريب بسرعة زي أي أم قعدة مستنيها تقريب الإشاعة ربنا واحد اللي عانم بيها مستنيها خلاص أنا حسن ابني يعني إيه ده فكان في الوقت ده بقى من الجمعة لحد ده أنا ما رحت السبت نزل ثمانية بالضبط نزل ثمان حصوات فعاطف من نوع اللي إيده بتعرق جامد فبرضو كل تفكيري ده أملاح لغبطة أكل مش حطة في دماغي أي حاجة عشان الناس اللي طلعت هاجمني أو تظلمني أنا لو في دماغي حاجة أنا هكلمك بجيب لك الواقعة من أولها فالمهم رحت للدكتور قال لي الحمد لله ابني كلكلة عنده زي الفل وخلص الحصو اللي عنده نزل الناس بتهاجمت لي النداء خرافات طيب وانت شايفة النداء إيه لأ حقيقة لأن أنا اللي مساعد ابني في تطلعي الحاجة دي طيب قبل الواقع بتاعة الخميس دي لقبل شهر واحد عاطف كان في حاجة خالص خالص ده جديد عليكي وجديد على ابنك أول مرة في حياتي اللي أنا عارفاه وكلنا عارفينه إن يعني دي حسوة تنزل واحدة اتنين بس الطفل شوية ترامل مهما كان شوية ترامل مش حصوي مش أعداد مش أشكال مش ألوان كل ده برضو ما أخدت جبالي منه وغير في المرة التانية أنا بيكلمك على الواقع الأول تستني نوري السادة مش هادين صور الحصو دي تفضل ممكن نشوفها بعد إذنكو يا سازة آه دول حصوي المرة التانية حصوي المرة الأولى في معمل البرج في تسوق معايا تقرير هنا بالتعام معمل البرج الناس برضو اللي بتهاجمني الحصوي دي شكلها طبيعية كده لا اللي ما عمل البرج ده تقريره فسروا قالوا ده مركبات مش مركبات والحمد لله ممكن نكون العامل وراسي هو إخراج الحصوي ده سهل لا لا وما خرجت بعمليات لا لا إيه لا خرجت منه بإرادة إلهية كده يعني أنا هتكلم بها على الهواء عشان الناس كلها والعالم كله يسمعني إن أنا ما بديعيش ده ابني ضنايا حتة مني ابني إحنا عدينا الموضوع اللي في شهر واحد ده وخلاص وهدينا وديته علاج وتمام الحمد لله ما فيش حاجة بعد كده بقى في شهر سبعة نفس الألم اتكرر العاطف فالمهم كنا بالليل برضو الألم بشكله إيه نبي؟ ألم ماما جنبي ماما الحتة دي خلاص بتتشال مني ونايم مني في الأرض ووقفة الحصوي ووقفة فما أحترامي ليكي طبعا عشان مش عارسة أقولي الكلام بالتفسير طلع العدو عنده فهي وقفة فهو يفضل يضغط يضغط بس يضغط وإيه؟ أنا عايزة كله أم تحس بيها بس أنا مش عايزة أكتر من الكلماد كله أم تحطي نفسها مكاني ويدغط يا ماما هترجع فيها تاني يا ماما هترجع يا ماما هترجع على الكيلة تاني فكان قابلي كده الدكتور قال ممكن ترجع على الكيلة تضرب الكيلة عنده المهم بقيت أطلع له واحدة اتنين فتوجهت له الدكتور هاني خلف بعدها الدكتور مهاب كله دكتور بقى واحدة اتنين يعني على مدار اليوم بتتكرر؟ من أول واحدة بالليل لحد مساء الفجر ممكن ينزل لوحدة أوقات اتنين خمسة أربعة أنا معايا شهود في اللي أنا بتكلم في ده الدكاترة في مستشفى التعمير معايا روحت له الدكتور مهاب عليه بقى في تسوق شاف الوقت قال لي حليلي كذا وكذا 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 وبقى عدت كده لي بقى نتكلم معايا الدكتور هاني خلف ووريته كل حاجة بقى يقول لي يا مدام أنا نفس ابنك يكون عنده حاجة أنا نفس ابنك يكون عنده حاجة عشان أقدر أوجهك بقى عدت له التحليل وشافت قال لي له التحليل طلع زي الفل مفيش حتى أملها عند الولد يعني فيش حاجة يعني اللي أنا برضو التحليل دي كان بتبع برا عن إيه أنا مش عارفة التحليل كل حاجة أنا موجودة يعني اللي هو كل حاجة في جسم الولد حللوها لحد تجميع البولة 48-40 ساعة عملتوا مرتين عملتوا مرتين طيب انتو قلت من واحدة لبعد الفجر طول النهار مفيش حاجة عديت الموضوع تمام ومفيش أي حاجة خالصة هو خلصت بقى الدكاترة في السوق قلنا بقى نتشوف بقى طب في اسكندرية رحت للدكتور سعد محمد سعد أول ما رحت له بالحاجة فشاف الحصاب بس من الغير ما يكشف على الولد تمام؟ قال لي لأ اعمليلي الأشاعة المقطعية وأشاعة تلفزيونية ووديلي في مستشفى لكان المسالك في قبيس حلليه الحاجة دي تمام رحت عملت الأشاعة معلت تهاش عليه طبعا غير لما رحت بقى وديت الحصاوي وجبت تقرير المعمل أنا رايحة جيب تقرير المعمل لقيتها الدكتورة كان معي سواء فهو اللي نزل يجيب عشان بيعدل الجنب التاني واسمه موجود ورقم تليفونه وتواصله معه وكلمه فلاقيته بيكلمني يا معاطف الدكتورة في المعمل عايزاك فأنا قلت خلاص يبقى كده ابن عنده حاجة وحشة خلاص فقاله سلام عليكم عليكم السلام يا دكتورة قالت لي هو ابنك غاوي احجار كريمة فأنت جايبها تحلي له قلت لها ليه هو ابن عنده ايه قلت لي بس ابنك طب ابنك بيأكل طبيعي ابنك كالإزاز قبل كده طب ابنك كالحصاوي قبل كده طيب ابنك دديل الحاجة اللي طلع قدامي حاجة خارقة عن الطبيعة وبتتكون تحت درجة حرارة معينة وإحنا بقلنا كم يوم بنتساءل مع بعض ايه هي خليكي انت مكاني وخلى اي ام في مصر والعالم مكاني انا ام اعتبروني جهلة ما بفهمش اي حاجة وانا جايالك طب ومعمل ومستشفى كبيرة وانت بتقول لي كده انت هيكون رد في عليك ايه قلت لها ايه فاتحكت عاطف ازاي قالت لي والله عموما انا هكتب لك التقرير زي ما هو طالح قدامي وخلي بقى الدكتور بس بالله عليكي عرفينه الدكتور قال لك ايه هي مهتمة بالحالة اه قلت لي دي حالة نادرة فريدة من نوعها المهم روحت بقى للدكتور يا دكتور سعدة قاعد يكتب 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 شافي الاشعة بتاعت عاطف المقطعية الجديدة طبعا الاشاعات اللي قبل كده ما اعترفش بيه فشافي الاشعة يا دكتور قال لي ابنك ده معجزة الهية حاجة ربانية اشعة ابنك الكلا طالع عنده ما فيهاش اي حاجة ولا حتى كأنها نزلتها صوت ولا الحالة بتجرح ولا الكلا ولا اي حاجة طيب استاني يا مدام نيفي انت يا عاطف بتحس بقلم بتحس قبل ما بتدخل التويلت ولا وانت واقف تعمل التويلت اما قبل كده انت قاعد قدامي كده مش حاسس بقلم اي حاجة بيبقى احد يا ماما كده فاكله عامل ايه يعني بيأكل عادي بشراك عادي زي اي بيت زي اي بيت طيب اما انت بقيت يا عاطف من الساعة واحدة ونص بتبقى صحي اه كلنا صحيين احنا بنمشى اللي بعد الفجر في الاجازة وكده بنمشى اللي بعد الفجر انت الساعة واحدة ونص ده بتبقى صحي اما اما اوقع دي بتحصلش معاك قبل كده القلم شكله ايه يا عاطف كده بيبقى شاقيته من هنا والحتة دي كده بسي شاقيته الشمال بس بتعيط انا معايا فيديو بصوت ابني ممكن افتحه على الهوى والناس في الاسم طيب تمام بتعيط يا عاطف وانت بتزامل طيلات بتموت الموضوع ده بيستغرق منك وقت قد ايه ساعتين مثلا لا لا اله من الله لا لما باخد محلول برجع انا مرجحش لوحدة كده بترجع لا مرجحش لوحدة كده لازم اخد محلوف يعني ايه ما بترجعش يا عاطف ما بيرتحش من القلم لازم تاخد محلوف المشكل اه وبعد كده لما جبت بقى اللي بديلي محلول قال لي حرام عليك انت انت متشارفة انت بتعملي انا كنت انا معايا رقم حد اللي كان بيركبلي المحلول برضو بيشتغل في المستشفى ده منهور تكلموه عشان برضو الناس تصدق انا طالع على العالم قدام العالم كله معايا معايا ناس تعبت تعبت انا عايزة انا عايزة بس حد يفيدني حد يوديني المكان الصح حتى لو التقرير بصي تعرفي ان فيدي الناس كتير جدا من اهل العلم وبر اهل العلم ومن اهل الدين وبر اهل الدين مش مصدقينك حقه انا مش جاية عليهم لان انا كأم ما صدقتش بس اللي انا مصدقه ان انا اللي بنزل بساعد ابني هو بنزل الحاجاتين احنا شايفينه اللي انت بتقولين انت وعاطف مش منطقي ايه؟ اللي انتو بتقولو ده طبعا طبعا هي الناس هتصدق ازاي ما دي حالة فريدة من نوعها اللي خلت دكاترا قالوا دي حاجة معجزة ما حصلتش اتفكرت في ايه انفيه؟ انا عايزة ابني يخف من القلم من العذاب اللي هو فيه انا بعدت لحضرات الفيديو ويشوف هي كل اللي هممها الوقت الصعب اللي بيمر بي ابنها بس انا مش عايزة اي حاجة اكسم بله الحمدلله انا مش عايزة انا بقولها برضو على الملأ يعني قدام حضرتك انا مش عايزة مساعدة مادية من اي حد مش محتاجة حاجة من اي حد غير ان كله يدعي لان ابن ربنا يشفيه ويعفيه ويقويني على الالم اللي انا بشوفه معاه انا مش عايزة حاجة من حد الحمدلله بابا يعني مش مؤثر معاه ولو عايزة فيه اكتر من ما يتعيني انا هصفها ودها له بس انا مش عايزة اكتر من كده انا معايا كنت بشيله من الارض وهو شاء الهدوم عنده وهو يهبت في الارض نازل يجري زي الاهبة محدش حاسس محدش مصدق لان انا كمان مش مصدق كل ده انا بس عايزة اوضح للناس يا جماعة انا لو عايزة اعمل تريند او شو او تخاريف كان زي من عملتها من شهر واحد صح او انا غلط انا دي الحاجة دي نزلت في شهر واحد ده التحليل على الشاشة معانا دلوقتي ده الامم اللي هي جيبان مستشفى ايه يا سيد احمد مستشفى المسانة والكلف ابيس ده احجار ده اسكندرية ودي احجار وصلبه احجار دي ما بتتكونش تحت درجة حرارة عالية جدا طب انا اللي هي زم ودي نسخة العينات دي نسخة ده الاقرار اللي انا مضيت عليه اللي هوما ما كانوش رديني يدوني يقصر العينة دي كده انا لما جيت كشفتي هنا في الكاهرة فالدكتور قال احنا هناخد الموضوع واحدة واحدة وتروح تجيبيه للحصاوي دي نبدأ نحللها في مكان تاني هنا في الكاهرة قلت له ماشا اخدتي انا كشفت الاربع اللي فات يوم الخميس اتوجهت للمستشفى عشان اجيبي الحاجة دي دي الصورة الاصلية اللي انا وديت وفيهم واحدة خاضرة دول نزلوا في كام مرة دول تنزلوا في كام مرة دخل عالتالات يعني لا هما دول مثلا نزلوا في كام يوم واربعات بس اكتر يوم ايه بني نزل فيهم كان منزل خمسة فيه بقى لون اخدر فيه حسوة هنا لونها اخدر انا هبعتها لحضرته برضو شفافة انا معايا هنا معايا هم مع الشاشة وريني انت جايباهم 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 اه اه جايباهم اللي كان بينزل من ابني بشيلوا هو حاجة هالنازلة من ابني لازم نعرف هي ايه لازم تعالي تفضلي مدامي فيه تساعدين ايه تفضلي تفضلي شوفة الخضرة هنا هي الخضرة موجودة عند حضرتك سباعي امش عاف انت هتجيب ايدي ازاي ممكن هو يحطهم على السفرة هنا ويبدأ واقع حاجة يعني فا اه انا فقوم لك من منزل هم دول اللي فضلوا بعد التحليل ومكتوب هنا في التقرير دول العينة اللي فضلت اللي عرفت اه يعني ايه اتحصل عليها بعد تحليلهم انما دي الصورة الاصلية ليهم ومن ضمنهم ان كانت الخضرة دي الخضرة دي مش معاهم اه مش معاهم انما عندك في الكريستالة البيضة وفي البنيات والاسود وكل الالوان دي وبعدين خلينا انا هتدعي على الناس ان انا الحاجة دي خرافة انا هجيب التحليل مطلع لي دي احجار كريمة انا هجيبها من الشارع اعطي يا سباعي معايا كده بسم الله اه 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 ام الحاجات دي اتعقمت كويس جدا بعد التحليل اه وكذا ما اعمل عينها اه 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 هي تخرج مثلا في عشر دقايق من قلم بس بعد ما بتنزل اللي هو بقى اللي هو كأن حضرتك ما احترامي ليك وللجميع والتعبير اللي انا هقوله مية نار جبتيها وروح تكبها على الجزئية دي بقى من ابنك اه ما احترامي الكل بروح جايبة بقى مية سخنة ومقعد ابني واقعد جنبه ويفضل ماما ماما اللي الحتة دي بقى بتموت مني الحتة دي عندي ابني بتموت مني تفسيرك ايه ده يعني الطب معقول الطب عجز عنده انا نفسي انا الطب اللي ريحني انا مريضة انا بنا قدمع دية زي ايه اللي بقى في يومك يعني بتجي الساعة 12 كده تبقى عامل ايه اللي هو يتحس اني بصي في حد مستنيني اللي هو هي موتني الليلة والليلة اللي يتاخر فيها هي عاطف الدنيا تمام تمام نبقى قاعدين في امان الله اللي هو يعني بحتاج ان انام شوية الصبح كده عشان اعرف اصهر بالليل اعرف اللي هو عاطب بيبهديني انا عاطب ببقى مكتفه كده ايد ورجلي من كتر القلم ويد ويده دي كدت تورم رجله تورم افضل اجيب بقى في المراهم اتهله ايده ورجله عشان يفك بقى اللي هو فيه ما هو وقت الالم ما بيبقاش حاسس بحاجة من كتر الالم نار طفل الالم ده يومي 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 يعني ايده تورم يوميا ايده تورم يوميا المرة اللي انا اعرف اتملك علي فيها خلاص تمام بقى اي بقى بهدلة ليه انا اللي هو انما بتعب بقى امي مهما ان كان خلاص ساعات كده فافضل قاعدة بصله كده وعيض مش قادر اعمل اي حاجة والله العزم انا ما بجزب على اي حد انا فيه وقايح فيه دكاترة فيه مستشفى التأمين روحوا سألوها وانا واخدى ابني اديله المحليل وقولولي برضو احنا احنا بندينك محليل بس حرام عليك حرام عليك يليه هيدرب الكلام محليل كتير كل يوم كل يوم حق ان تكتفلام حرام حق ان تكتلك حرام كل المسكنات دي غلط على الطفل وغلط على العمر فانا دلوقتي انا اتوجهت للطب انا مروحتش لحد انا انا تعاملت باللي هو الطب بس مش اكتر طب بقى قالك التكوينات دي سببها ايه؟ قاله ما بتتكونش في جسم البنات انا ارد اقول ايه؟ يعني هو مش بني ادم؟ نا قاله دي الحاجة دي المفروض ما يعني دي حاجة المسمى لها احجار كريم احجار كريمة دي دخلت بقى حاجة الهية من عند ربنا دخلت عندي ابني انا عايزة انا بناش دي الناس برا وجوه مصر يشوفوا ابني يودوا المعامل يودوا دكاترا يودوا للجامعات يعملوا اي حاجة يساعدوني تعاملي في دراستك يا عضو احنا لسه بدأناش دراستك لما هو من شهر واحد الاستنى اللي فاته وكانش بروح كنتش بتروح؟ لا هو الحمد لله نجح بس ما كانش بروح بقى اللي هو انا خايفة عليه اللي هو من تعطل من تاني عدد تاني عدد اه ريح تاني عدد اه ونجحت الحمد لله الحمد لله انا تعبت حضرتك يا استاذة مش عايز اقول لحد ان عطف تعبان مش عايز اقول لحد ان عطف تعبان عشان الف سلامة حسيت انها زادت زادت انا حاسة ان الناس تقول لي هم مفيش حد يتعبان على العطف بس الموضوع لما زاد المرة دي فاللي خلت طب قال لي احجار كريمة انا كامو انا هقول ايه وبعدها تاني تاني وتالت ورابع وعاشر من قدام حضرتك يا جماعة انا مش عايز امساعدة مادية من حد انا الحمد لله لو اخر جنيه معايا ومع والده انا هاجري على بني بس انا عايز احد يفدني حد يفدني وقبل الطب ما يحكم علي ان انا بخرف ولا بعمل اي حاجة خدوا الحساوي انتو حللوها وخدوا تقرير المستشفى وروحوا حاسبوها محدش حاسبني انا انا محدش حاسبني انا مش غلطانة في حاجة انا خدت عينة قلت له لو سمحتوا حللول العينة دي بناء عن كلام الدكتور انا اللي ايه زنب في تطلعي النتيجة بيقولك ايه مين هو انا بيععد كده يحكيلك بيقولك ايه انا تعبان يا ماما انا نفسيتي تعبت وحتى لما طلعنا وصورنا وبقالنا فترة بقالنا يومين بس خم انا بدأنا الكلام خلال يومين تصوير بطريقة ايه هاي زي اسمع صوتك تعبت ونفسيتي تعب بتخاف اللي بيخوفك يعني يومك بيبقى ماشي ازاي مش طبيعي بس من الليل بقى التعب ده بس يعني بقالي ثلاثة ايام كده عادي مفيش حاجة الحمدلله يعني انت بقالك ثلاثة ايام كويس ايو الحمدلله ممكن يكون لما مثلا اخدت دواء ولا اي حاجة اخدتش دواء لا اصلا انا لما روحت للدكتور سعد طلعلي فوار قال لي يمشي علي العمر كله بس وقاية حاجة وقاية بس مش اكتر فوار ايه فوار للاملاحي يعني قال لي لو ايه شمية كتر وخلاص طيب ايه اكتر حاجة بتشغل تفكيرك يا عاطف يعني بتشغلك القلم خايف من القلم خايف بتنام كويس بتحلم احلام وحشة انت امان يعني اما هي لاحظت اللي انت تدخل تعمل فيها حمام هي دي اللي مؤلمة بالنسبالك انت بخاف اشرب الميا عشان مخش هو طول عمره جسمه كده ولا هو خس نا هو خس في التعب هو الدكتور يقول ايه شرب ميا يا عاطف ايشرب ميا يقول لي لا انا مش هشرب ميا بتخاف تشرب ميا يا عاطف اه عشان لما ايجي يعمل حمام يخاف ان هو بيعمل حمام ينزنق خلاص بقى اللي هو تعب هو تعب بتخاف تشرب ميا رد سماعني زودك اه رد يا عاطف حكيت لماما بس بعد كده عيتي الدنيا كلها عرفت طب في دكتور قالك يا عاطف ان دي حالة عادية انت عايز ايه عز ربنا يشفيينه والناس تدعيله خلاه تدعيلك بايه ربنا يشفيينه وارجح طبيعي زلوم اه طيب انا مش عارفة هي السيطة عملت اللي عليها الحقيقة هي لفت على كل الأطبال سابتش باب غير ودقت عليه سمعت عراء تانية ضيقتك كلام زعالك كتير من كلام الناس ده بيضة دهب ده انت ابنك كذا ده انت ابنك كذا كان الكلام بيستفزيني الاول وبدخل مثلا اعلق عن الناس فلاقيت الموضوع العادي بقى خلاص انت كده بس يعني ايه اللي بيترق علي او بيقول كده يعني ان شاء الله ممكن ربنا قادر يشفيه ويعفيه ويبتلي اللي بيترق علي ده بس تبعت مع دكتور اسمه هاني خلف طب تعني اسمع دكتور هاني خلف الطبيب المعالج اللي عاطف مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا جزيزاني منورني يا دكتور هاني دكتور هاني يمكن هي اكيد حالة غريبة عليك زي ما غريبة علينا بص يا فندم هو انا نظرت حالة عاطف بس فاعمش متذكر التاريخ بالضبط في خلال ما ممكن شهر نصة وشهرين وهو كان جايلك حالة بتمرر حصوات ودي حالة بنشوفها كتير عزيم وانا كنت شفت نوع الحصوات كانت ممكن اذكر اسم المعمة على ما تذكر اتفضل كان عندها في حصوة متحددة في معمى البرج وهي كانت من الحصوات المتعرف عليها بالنسبة لنا كأطباق كده او أطباق مجرحة مثال عزيم وبعد ما شفت القصوات بتاعتها من تحليل واشعات مقطعية واشعات عادية فكان مجرد بس كان في حصوات بسيطة موجودة على الكليتين وانا ارتدها ان كل التحليل بتقول لي ما فيه سواب واضح بس نوع الحصوات هنا موجود وانا نسحتها بتوجه لأحد الجامعات زي جامعة القاهرة او جامعة المنصورة اوكي في اقسام مسارك متخصصة في السنة زي ارتدها هتعملك دراسات سواء دراسات تخص تناول حصوات تاني او تخص لو فيه حاجة جينية او حاجة ذاك لكن بالنسبة كطبيب امراض كلا فكلا سريمة مئة في المئة من نحية الكفاءة ومن نحية حصوات دي قالوا يا دكتور ان هي حصوات غريبة مش زي الحصوات اللي بتبقى موجودة عند الانسان انا لما شفتهم بعيني حضرتك كانت حصوات عادية خالص وهي لما الام توصلت معايا من حوالي نص ساعة او حاجة زي كده بعطتلي تقرير المستشفى الكلا والمساركس الكندرية وانا قلتلي انا كطبيب يعني انا رجل طبيب بعترف بالعلم والحصوات دي تتعلم تتعامل او تتحلل في معامل موثوق فيها ومعثمدة زي مثلا هنا في مصر معامل وزارة الصحة المركزية او معامل قطو المطلحة المركزية هي دي اللي ممكن اعترف بتحليلها لكن انا مقدرش اعترف بتحليلها معنا كده يا دكتور هاني انت شايف ان زيها ان الحصوات دي غريبة لا لا انا مش شايف انها غريبة دي حرح اللي بنشوفها كتير جدا في مرضاتنا العملية طب لي ما اخدش دوة يا دكتور عاطف يا دكتور هاني كانت ادوية حاجات موسعة للحالة حاجات منزلة للحصوات احنا كن كل اللي قلناه نعرف ايه نوع الحصوات الموجودة دي التحليل انا شفته بعيني كانت حصوة متعارف عليها طب دكتور هاني نسأل حداك سؤال مباشر شايف حالة عاطف منطقية وممكن تحصل وتتكرر وعادي ويشفى منها اه 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 دي حالة منطقية وبنشوفها كتير في حياتنا العملية يعني مش الحالة الخارقة اللي الكل تكلم عنها وان دخلوا فيها بحاجات الغريبة دي احنا انا في القول في الاخر الطبيب بعترف بالعلم والحاجة دي بنشوفها كتير جدا فيه اطفال او ناس كبيرا بيتمارا راح اصوات طب ليه معمل التحليل قال ان دي احجار كريمة يا دكتور هاني اه معمل التحليل هو المسؤول عن نتكس لكن انا كطبيب بعترف بمعامل معتمدة مركزية زي معامل قوات المسلحة ومعامل وزارة الصحة هي دي الوحيدة اللي ممكن تحدد نوع الحصوات لكن نوع الحصوات اللي انا شوفته بعيني كانت كالسر انا ما تذكر يعني نوع متعارف عليه بالنسبة لنا كطباء كده او طباء مثالي طب هو مريض ايه دلوقتي يا دكتور هاني تشخص حضرتك للطفل ده ايه هو ده حاجة اسمه يعني مريض دي كون حصوات اه دي حاجات بيبنيها ساعات بعض الاسباب العلمية وساعات بنعمل كل الصحوات للأسف ان نوصلش لحاجة طب ليه الامة مش متطمنة يا دكتور هاني الامة هي كامة لازم يكون طبعا حايف عربناها لازم طبعا اثنان نزول الحصوات بتحصل الالم الشريدة جدا وحتى انا حذرتها ان مجرد بول ممكن جديا شوية مع جرح مجرد بول او حاجة زي كده فلازم تتوجه لمكان متخصص لاجراء مزيد من الصحوصات ونتعرف هل فيه سبب معين لتكون الحصوات دي او ده نوارتين يا دكتور هاني نوارتيني شرفتك دكتور هاني خيبا نوارتيني كده هو قالك ان ده طبيعي ليه بقى انتي قراتي تظهري على الاعلام لا انا هقول لحضرتك على الحاجة هو انا الدكتور هاني لما انا روحت له طلب مني تحاليل قال لي نعمل التحاليل دي ونشوف الولد في ايه عملت التحاليل ويعني لو كنا ممكن تاني نفتح معاه تاني مكلمة بقى يقول لي يا مدام انا نفس ابنك يكون عنده حاجة عشان اعرف اوجهك اي مكان تاني فالتحاليل معايا هنا ما طلعتش عندي ابن حاجة فانا سبت الدكتور هاني وبدأت اتوجه للدكتور سعد محمد سعد في اسكندرية الدكتور سعد قال لي لا دي حالة فريدة من نوعها الدكتور سعد محمد سعد فريدة من نوعها اللي هي محدش الطفل في العمر ده ينزل كمية الحصواتين ما انا هقول لحضرتك برضو عشان نوضح للناس كله دكتور ليه رأي طبعا يعني انا عايش الدكتور هاني قال كلام الدكتور مهاب في تسوق قال لي كلام الدكتور سعد محمد سعد قال لي كلام الدكتور في القاهرة قال لي كلام انا كامة انت حضرتك لما تروح تكشيفي عندي دكتور وتحترف انت بتسمعي من كل دكتور محدش هي يعني هيعلق على كلام الدكتور اللي قبله عظيم بس فانا انا مليز دكتور مالدكاتر قالك ده غريب اه دكتور سعد وطلب مني الاشعة المقطعية انا رحت عملتها الاشعة قال لي ابنك ما عندوش اي حاجة كان اي تعليقه على تحليل الاحبار ولا فيها اي حصوة قال لي دي حاجة غريبة دي حالة غريبة وحتى المعمل رينو عليه برضو المعمل قال لي احنا بنحلل كتير وبيجينا الوان كتير بس فيه الوان معينة طبعا انا رحت للدكتور هاني في بداية الحصوات ما كانت بتنزل ما كانتش لسه تكونية الالوان دي انا رحت له في اول بداية القلب كانت الوانها ايه كانت لسه بقى البنيات والحمرة والكمداء لسه لا الخضرة بقى الشفافة نزلت ولا البيضة ولا الحاجات التانية دي وبعدان انا رايحاله كأم من ابني بنزل حصاوي مفيش في دماغي حتة احجار كريمة دي خال النقطة دي مش بتحتي انا معرفهاش الطب اللي طلعها انا محدش حاسبني محدش حاسبني عن النقطة دي حاسبه المستشفى اللي طلعت للتقرير ده حاطف انت بعدها بتاخد دوا الدكاترة بترتاح انا كتبت له دو طور هاني كتب له رشدة ودو محليل محليل توسيئة للحالق دي دي الاشع انا برتاح بالمحليل ايه اه انا ما بتاخد المحليل بتهدى دي الاشع الكلام علاش ايه حصوهم علاش ايه دي اخر اشع انا عملتها اللي الدكتور هاني قصلا ما شفهاش دي الاشع مافيهاش حاجة للكلام فاضي ماعلاش اي حاجة خالص طب عرفها القاميرا كده متى من فيه الاشعي لا 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 كده الاشع دي مفيهاش اي حاجة ام مالي الدكتور هاني قال دي احصوات على الكلام لا الدكتور هاني شافه في اللياه في اول مرة انا بقول لي حدرتك على مجال الدكاترة اللي انا رحت لها اخر دكتور اللي هو دكتور سعد انا ريحاله فيه هنا تاريخ تمام تاريخ هنا بالاشعار اللي انا ريحه اللي انا روحت بيه انت بقى لك تاري تيام فامان اه انت عامل الفيديوهات بالك قدي ومين الانبارح امبارح امبارح واول امبارح بالليل كنت طلعت عامل الفيديوهات عايزة ايه حد يساعدني وجهني للمكان الصح مش حد يقول لي خد مساعدة مادية محدش يقول لي عملي تريند انا مش طالع اعمل تريند مع حاجة دي حياة الخاصة ومفيش حد مفيش حد في الزمن ده عايز حياته الخاصة تبقى مطلعة الناس كلها عليها انا مش طالع واخدى ابني ان انا اشهر بيه للناس انا يا جماعة بقول لكم انا معايا تقارير ده حضرتك التقرير معايا مين معاك في المشوار الصعب دايما دام نيفين والدي والدي لان جوزي مش موجود بصي والده فيه مسافر برا مش ده ده تقرير المستشفى حزب المستشفى دي محدش يحسبني محدش يجيب علي اي غلط انا دلوقتي ابني تعبان اتوجهت بدل الدكتور انا سمعت من ايه من الدكتور هاني كلام سمحت من الدكتور مهاب كلام سمحت من الدكتور سعد محمد سعد كلام وده تقرير المستشفى محدش يجي حسبني طب انت حسن ده منطقي اللي بتمر بيه ده اه انت بقى جوه الحالة لا مش منطقي بس انا انا ام انا ام زي مثلا ربنا يعافينا اي حالة بيبقى عندها ورم او عندها حاجة الناس سايا فيه بتعمل ايه بتاخد من كلام دكتور ولا بتبدأ مثلا يعني تتجه لكذا دكتور تسمح كذا رأي عشان اللي هي نفسيتي ترتاح صح ولا انا غلطانة فانا عملت كده انا رحت للدكتور هاني بعد كده يعني ايه الدكتور هاني قال لي التحليل كويسة فخلاص انا حسيت بقى ان انا قصتي مع دكتور هاني خلصت تمام ابتدت اتجه لسكندرية رحت للدكتور ساع قال لي عملي التحليل وهو اللي بعتني باسم المستشفى دي بعت رحت عملتها طلعت لي التقرير ده هم اللي طلعهولي مش انا اللي رحت وقلته قريبك وناسك وقريبه بيقولولكو ايه حالة زهول كلنا حالة زهول طبعا انا عارفة وطلعة وعارفة ان الكلام ده على مسؤولية الخاصة تمام انا طلعة يا جماعة ما بشهرش بابني انا طلعة بتقارير طلعة من المستشفى انا طلعة دي اسم المستشفى هاي رح حزبوها رح يكلموها وقولها انت ازاي طلحت للام التقرير بالاسم ده تمام كده انا ما عنديش غلط يا استاذ ابني تعبان وانا توجهت بي يا دكتور انا ابني تعبان وده تقاريره ودي الحساوي اللي انا نزلت من ابني تمام خد بسرعة رحي حليليها في المكان كذا اخدت الحساوي رح تتوجهت المكان كذا معادي الحساوي رح تأجيبها انت تقريرك كذا بس انت قاعد يسألوني الاسئلة لان انا قلت لحضرتك عليها بس وده اللي حاسم انا بقى زن بايه انا كام زن بايه الناس تحاسبني وتهاجبني بناء عن ايه بناء عن ايه لما الطب بيطلعلي مثلا تقرير زي كده انا المفروض اعمل ايه حالد ابنك العامة عاملة زي مش مش حلوة هو انت حضرتك ايه يعني متوقع ان انا هكون مبسوطة ان انا جاي القاهرة خمس ساعات تصوير ما احترامي ليكي طبعا انا اتشرفت بمعرفتك اولا يعني بس انا مش مش حابة انو نطلع للعالم كله عشان كل معلش فيه اللي بيستخفي دمه علي وفيه اللي بيقول كلام لوش لازمة انا مش محتاجة الكلام ده لان انا مش محتاجة مساعدة مادية لا من دكتور ولا من حد هنا ولا من حد هنا انا محتاجة حد يفصلي التقرير ده لو غلط بطالب من نفس المكان اللي انا فيه يجي حد يجيب لي حق من نفس المستشفى بس وده ابسط حق ليه كم وطنة وابنة عبانة ولو الحصاوي دي طبعية وعادية عايزة حق من نفس المستشفى يتاخذ اجراء كروني فورا بعقابل الدكتورة اللي طلعتلي التقرير ده ما هي مشكلتك برضو يا مدابني فيه مش المستشفى هي المستشفى حللت للخصوات طيب هل هي بطلت هل انا زنبي بقى هل انا زنبي معلش انا بسألك انا هي عايزة تقولي لا انا ما بقولش حاجة بن عندي انا قلت اللي اندكتورة قاله هولي يا استاذة انا هكلمك بروح الانسانية تفضل يا حاجة انت اكيد ام وانا ام انت لو مكاني ربنا يعافيك الاول وما يوريك حاجة وحشة في ولادي لو انت مكاني هاي بش ملويني احش ملويني انتي ليك ازم ليك ازم في التقرير ده لما تحس ان الدكاترة طلعولك ورقة ورقة هي ورقة بس الورقة دي كفلا يتدوق هل خرجت بتاريخ كان المستشفى دي خرجت الورقة دي 37 هل انت لو مكاني ورقة هي حطة ورقة مكتوبة عليها شوية كلام انت هتتحملها after الناس بتلومني ليه الناس بتلومني ليه انا بقول الاسامي ده كاترة بعينها يا جماعة دكتور هاني خلف دكتور مهاب علي بافتسو دكتور سعد محمد سعد ودكتور محمد ياسين كل الناس دي انا روحت لها بنفس الورقة دي اللي هو دكتور سعد ودكتور محمد ياسين انا مروحتش لحد انا مروحتش جبت الورقة دي مروحتش ادت للمستشفى فلوس ودتولهم لا والنبي انا عايزة انا عايزة الورقة دي الورقة دي اللي دواخيتني الورقة دي اللي تعبتني نفسيا انا حياتي خاصة حياتي مقفل عليها مش عايز حد يسمع عنها حاجة انا مش عايز حد ان احنا في مجتمع ما بيرحمش حد احنا في مجتمع ما بيرحمش حد بس انا عارفة ان مصري فيها ناس يعني علماء بمعنى الكلمة اطباء يعني بسم الله ما شاء الله عليهم يعني ياخدوا الحالة يشوفوها ياخدوا التقارير ياخدوا ابني ياخدوا الحصاوي ولو لقوا الحالة تمام ده اولا ده اللي انا نفسي فيه ان دكتور يطلع يقول لي الحصاوة دي سليمة وفيش اي حاجة وان ابنك سليمة مفيش اي حاجة لان انا خايفة بعد كده نفس الحصاوة تتكرر كانوا تمانية في شهر واحد اما يوصلوا 33 واحدة تمام طيب بعد كده ممكن شهرين 3 هنوصل لحد فيه طيب هتوصل احجام دي حضرتك الاحجام الصغيرة الاحجام الكبيرة اللي انا وردتها لي اللي انت شفتيها طيب انا ابني بعد كده انا هروح بفيه يعني مثلا مثلا ما قدرتش حصلوا الالم ده وانا مش موجودة او اي وقت ردت على الكلا عنده هل الناس دي هتنفعني طيب تعالي نشوف دكتور محاية خانص ساز الدكتور هشام ترادوا ساز مساعد جراحة الكلا ومسالك البولية بطب الاسرعين مساء الخير يا دكتور هشام بلاحظتك سازة مهاجم اهلا بيك يا دكتور هشام دكتور هشام يعني يمكن حضرتك ما شفتش عاطف ولكن اكيد سمعت عنه اه والله انا مش متابع قوي طبعا انا هقولك هو طفل 13 سنة بقاله بالزبط من شهر واحد اللي فات جدت عليه ظاهرة غريبة داخل التويلات زي اي طفل في سنه معرفش يعمل التويلات مرة في مرة بقوا يلاقوا حصاوي غليظة وكبيرة بتنزل من جسم الام قررت ان هي تكشف عن دكتور مسالك بولية وده قرار طبيعي ما بقى كانش فيه علاج غير ان هم بدأوا يحللوا اللي بينزل من جسم الطفل ده وجدوا طلع لا معاها تقرير طبي من المستشفى ان التحاليل اللي بعد التحاليل للجسم اللي جوه الولد اللي بيخرج منه ده الغريب ده وجدوا انه هو احجار مش شبه الحصاوي اللي بتتكون في جسم الانسان بالطبيعة على حسب روايتهم وعلى حسب التقرير الطبي اللي خرج من المستشفى مريت بيداعب بكده دكتور شام يعني ممكن الاملاح تتحجر تبقى حجر وارد وارد جدا طبع وارد تبالور وتتحور فتظهر في الشكل ده اه طبع انا عايز اقولك ان فيه جسمي بيبقى فيه جسمة شبه الازاز كده تمام 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 احنا عندنا يعني اه بالنسبة لابننا اه دلوقتي احنا بنتكلم في طفل مثلا اه لسه مثلا سبعة تمام سنين باستون باستون باستر عاجي حصوات هالدوارد ولا مش وارد لا دوارد طبعا جدا وبنشوف اطفال كتير جدا واشنا عندنا في اسم الاسم الاسمال في فوريش اعداد كبيرة جدا ونوية انجليست واعداد كبيرة جدا من الاسمال اللي عندها حصوات سواء بيقدر حصوات او الحصوات اللي شفناها مثلا ايوه زي الازاز كده يا دكتور دكتور رشام يا ريتا محتاج اسمع كويس الشبكة بس وحشاوي اه دكتور بتبقى زي الازاز كده تمام يا فندم ما احنا عايزين نتكلم احنا الفايصل في الفايصل هو تقوين الحصوة ادي حصوة بتنزل من طفل صغير او بوجودة في طفل صغير احنا لنا جايد او برامترز بننشع عليها عشان نحدد نوع هذه الحصوة والحصوة دي مكونة من ايه؟ لان الحصوات مختلفة جملة وتفصيلا في تكوينها وفي الاطفال صغيرة بالذات انا ببتدي باتكلم في ليه الحصوات دي تكوينت في هزا ايوه مش المفروض الحصوات تتكون في الاطفال ولكن احنا بس دكتور رشام يا انا مش عارفة استقبل تلفونك فعلا تشبكة وحشة قوي هطلع فاصل وهرجع اخد تلفون حضرتك مرة تانية بص يا عاطف هو يمكن اللي انت بتمر بيه اكيد انت تعرف توصفه انا عايز اسمع منك وصفه كلمني تعبت نفسي ده كاترة تلاقينا حالي بتقول لي ماما ايه؟ تعبت والناس بتتلق عليها نفسي نفسي حد يحس بيه قلت الماما اللي يا رب اللي بتتلق عليها يبقى بحال ومنحالي كده عشان انت حاسس انك متقلم جدا مهم محدش يستحمل انا بستحمله مؤلم جاب مهم انت بتنام كويس يا عاطف بتاكل كويس بتشربش كويس بتلعب مع صحابك كويس طبيعي عادي هو الموضوع ده بس اللي معاكنا انا عليك حياتك مهم تخايف تتكلم؟ مهم انا شايفك شاقي كده ساعة ساكت قدامي ليه؟ انت خايف تتكلم ولا زهقت؟ زهقت بالكلام بالناس ناس ناس مين؟ ناس مين بتتري عليك؟ ناس مين بتتري عليك؟ مشاهدة التعليقات اللي احنا ابني اه التعليقات التعليقات الكومنت لما طلعت قبل كده اه فالكومنت دي بتضيقك ايه اكتر كومنت ديقك يا عاطف؟ بيولت تمثيل تمثيل اه وتعالى عبد عندنا وتعالى عود عندنا وتعالى عملت اه وارد وارد ان ابني ربنا يشفيه ويعافيه ويشيل اللي عنده ده كله ويريحني ويتعب غيريه وارد بس انا ما اتمناش لحد انا كأم ما اتمناش لحد تعالى قدي دايقته؟ جدا بس انا بالنسبة لي معادش فرقة معي لان ربنا قادر على كل شيء قادر زي ما هو حط الحصاوي دي قادر ان هو زي ما مثلا وانا عارفة ان المؤمن دايما مصاب انا الحمد لله هو ولد على بنتين؟ اه انا عارفة ان ربنا ده افتقار ربنا رحمة انا انا ربنا بيرحمني ان هو فاكرني شوية بعاطف فانا يا جماعة انا برضو بعيدها تاني وثالث وعاشر انا مش محتاجة مساعدة مادية من اي حد انا محتاجة يعني تحاسبه الدكاترة او المستشفى او معملية تحاليل اللي تعلعت لي التقرير ده الدكتور هاني خلف دلوقتي ما شافش بقية الحساوي وما يعرفش ان انا عملت التحليل ده وما يعرفش ان انا عملت الاشعة دي بالتاريخ ده وهو زي ما قال في المداخلة قال انا ما شفتوش من شهر ونص وشهرين طيب تعالي انا قد دكتور رشام تراد رجع معنات تاني دكتور رشام حضرتك تعليقك قلتيني ده وارد طيب هل وارد لما بنحلل الحساوي دي يذكر اسمه ان هي تكوينات خارجة عن طاقة البشر وان هي احجار كريمة ده وارد لا 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 الكلام ده ما سمعناش عنه قبل كده خالص مش ريبورتت في الليتريتشر مي بي يعني احنا كل حاجة واردة بس احنا انا مقدرش اوجزم بشيء غير لما اعمل ستون اناليسيز ودلوقتي الموضوع موجود في مصر ان انا اخد هذه الحساوات وعملها ستون اناليسيز واكوردنج الاناليسيز ابتدي اقول هذه الحساوات مكونة من ذلك لكن حالة ابننا دي مش حالة جديدة يعني احنا عندنا في الاطفال يعني الاطفال كمية الحساوات فيهم كبيرة جدا ومستشفى ابو ريش اسم مسالك الاطفال يعني يقتض بالاطفال اللي بنملهم عمليات للحساوات يوميا فقصة كلها الفارق ان انا دلوقتي بتكلم بعيدا عن الماس ميديا ان انا عندي طفل ده طفل بيكون حساوات وبيعدي حساوات وتفر الستراكشر او الكونستراكشن بتاع الحساوات دي ايه لازم انا مبدئيا بعيدا عن الميديا دكتور طب سامحني بعد اذن حضرتك في سؤالي بس انتو اهل الطب هو الحساوات دي مش بتبقى ملاح الحساوات بتتكون من املاح مبدئية بيتكون حاجة مالستون نيدس او نواة الحساوة ثم بيتراكم عليها بعض الاملاح وتتكون حساوة لكن لما بنتكلم في الاطفال هناك شيء اخر ان انا ايه اللي يخلي طفل وهو صغير يكون حساوات دي بقى النقطة اللي المفروض اهتم بيها وادور عليها انا عادي يا دكتور حجم الحساوة مع الاطفال انا عايز اوجه كلمة حجم الحساوة بيفرق طبعا انا دلوقتي حجم الحساوة لو صغير ممكن يعدي حجم الحساوة لو كبير ممكن ما يعديش فيقفل كلية يقفل حالب يقفل مسانة يقف مجرى البول يدخل في مشاكل كبيرة جدا ومشاكل للطفل ده اللي انا بدور عليه بادي طيب اساس دكتور يشام هي مامة الطفل معنا وعايز اتوجه لحزاك سؤالي تفضل تفضل يفهم دكتور السلام عليكم الاول عليكم السلام عليكم انا حاب بشكرك الاول على المداخلة دي وحاب بشكرك على اول تعليق انت قلته ان احنا نتوجه نعرف الحاجة دي تكونت ازاي او 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 هي جات من اين ان انت معترف ان احنا عايزين نثبت الحاجة دي فهو ده اللي انا عايز اقوله يعني بضم صوتي لحضرتك ومن عند الاستاذة انا انا بقول للناس وبسمع الدكتور اهل الطب واهل العلم يعني فاهمين عني ان انا بقول للناس انا عايز اعرف الحاجة دي جات لي من منين وتكونت ازاي وايه الحاجة اللي تكونت منها ولو التحليل بتاع المستشفى طلع الغلط اخد حق منه احنا بس عايزين بعيدا بعيدا بس عن الاشو ده هوا واننا نخش في الاشو ده هوا واخد حقي من المستشفى والحاجات دي احنا اهم حاجة بالنسبة لنا دلوقتي هو الطفل هزا الطفل مر بفترات اللوينبين او انه يعدي حصوة دي حاجة صعبة مؤلمة جدا بالنسبة للطفل ساعتين بتقول ساعتين يا دكتور انا بس عايز اقول حاجة ان هو عد مرة واثنين وثلاثة واربعة ده طفل عنده بيكون حصوات ممكن يكون عنده حصوات اخرى في جهازه البولي لم تكتشف هذا الطفل يجب فورا فورا يتجه لاسم مثالك اطفال في احد الجامعات ينورنا في جامعة القاهرة في مستشفى ابوليش شكرا 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 يا دكتور بجد انا مش حارفة اقولك ايه والله هو عجل هذا الطفل نعمل لنفحوصات كاملة تعملوا حاجة اسمها ان احنا نعمل كل التحاليل نشوف الحصوات دي تتكون من ايه ناخد الحصوات دي نعمل لها عشان نعرف الحصوات دي طبيعتها ايه ونقدر نتعامل معها الطب فقط ليس علاج الحالة ولكن في هذه الحالات ان انا امنع تكوين مثل هذه الحصوات في مرات قادمة دكتور رشام هو ما عملش حصوات بقاله ثلاث ايام مايبي مايعديش لمدة سنة ويجي يعدي بعد سنة مايبي يقعد ثلاث ايام اسبوع ويعدي ليتر اون مافيش يعني حاجة تقول انه هو هيعد النهاردة او بكرة وانسى حصوة اتكونت وتحركت ممكن تنزل وممكن ما تنزلش ممكن تعمله ابستراجت في ايروبا تي تقفل له كليتين وترفع له وظائف الكلا ممكن تسدله مجرى البول وتقدخله في ريتنشن احتباس بولي هذا الطفل الان بعيدا عن الميديا يجب ان يتوجه لقسم مختصف مسالك الاطفال عشان ينعمل له كل الامبستيجيشن نيجل حضرتك انت يا دكتور هشام انا دلوقتي مش متواجد في اسم مسالك اطفال ابو ريش لان احنا عندنا اكتر من اسم في كلية طب اصر عيني في مستشفى لكن لو توجه عيادة مستشفى ابو ريش يوم الثلاث والاربع اسم مسالك الاطفال قيمة وقامة من اسد زيتنا وزميلنا هيبصوا عليه وهيعملوله اللازم او اي جامعة اخرى فيها اسم مسالك اطفال هيتعمل له اللازم هيتعمل ستون اناليسيز لو فعلا في حصوات غريبة لما يتحلل الحصوات هنقدر نصبت او نفند القصة ديت يعني قصدي ان احنا اهم من اهم حاجة بالنسبة لي دلوقتي الطفل بعيدا عن الاشو ان انا اتكلم حصوات كريمة او غير كريمة انا دلاتة عايز عالج هذا الطفل ما سيبش الطفل ربما يكون عنده حصوات داخلية لم يعالج منها ما فيش الكلام ده اهم حاجة بالنسبة لي دلوقتي الولد ان احنا نشخصه صح نعالجه صح ونبتد نحطه على التراك نعمل السون اناليسيز نشوف اللي كونه الحصوات دير سالة واضحة اللي اطفال بيكونوا حصوات ولكن الاطفال غير القبار وانسي كونه حصوات لازم اعمل ميتابوليك ويرك اوب لازم اعملوا الانبستيجاشن طب دكتور هي الحصوات الرملية ولا بتبقى حصوات صالبة زي لانا قدامي دي يا فندم كل انواع الحصوات ممكن تكون بنلاقي العيان فيه ريدولوسين تستون حصوة مكونة من يوريك اسد وحصوة كالسام اوكساليت بنلاقي فيه استروبايت ستون الحصوات مختلفة وفي الاطفال بالذات الانسيدنس اوف ميتابوليك ستونز زي السيستايين واليوريك اسيد ستونز هي الاكتر ما بقدرش حد لما بعمل اشعة مقطعية بتون سبغة على المثالك البولية بتقدر تحددلي كسافة الحصوة وقدر اقول تقريبا الحصوات دي نوعها كذا ثم لاتر ان وانس انا عملت رتريفل للحصوية شلت الحصوية او نزلت بعملها ستون اناليسز كل دماء متوفر في مصر ونقدر نعمله ونخرج من القيرة الكبيرة اللي احنا بنتكلم فيها دي احنا اهم حاجة بالنسبة لنا هو الطفل ان احنا نعلكه صح نشخصه صح نمنع تكوين الحصوات لتر اون نور تاني وشرف تاني وستاذ الدكتور شام تراد وستاذ مساعد راح تلكلو ومساعد كبير والية بطب الاصر العين قالك اهم حاجة اقومي بس هو انا ده اللي انا عايزة انا قلم ده ما يمرش بتاني بس انا مش عايز حاجة اكتر من كده انا طلعة وبكلم الناس وبناشر الدكاترة واصحاب الهلوب الرحيمة ابوريش اهو بس حد شوكي تلات والاربع بس ما فيش مشكلة تلات والاربع ما عنديش مشكلة ما عاز حد يهتمي بالحالة بس انتي ما حللتيش غير التحليل ده بس الحجار دي اه ما فيش تحليل تاني ده انتي عملتيه بتاريخ تلاتين سبعة اه مم ده ناس من اسبوع تاريخ اه عشر ايام اه وده التقرير اللي انا روحت استلمت بالحصوات ما كانوش اصلا وديني الدولة لما عملت التقرير تا ليه ماعرفش ماعرفش قالوا انت ده 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 تحليلها فين احنا حللناها على اعلى الاجهزة عندنا وده التقرير وكاتبين نوع الحصوي والوانها وكل حاجة يعني انا مش بجيب كلام من عندي بقول نفس ارتاح نفس ارتاح نفس اتعامل عادي نفس لو ابن خرج اكون مرتاحا ان هو هيبقى فويس ميرنش علي الحقين يا ماما اه يقع في اي مكان يحصله الموضوع ده في اي مكان كده ما يعرفش لان خلاص انا فهمت الحالة دي لما بتيجي بقى وهو بينزل هو بيموت فانا ببقى مسيطرة عليه لو هو بقى في الدرس وداخل علينا دراسة وكده انا هعمل ايه وهو طفل في الاول وفي الاخر يعني انا لو انا مكانه هتحمل يعني هعرف اقوم انما هو طفل ونفسه ينزل يلعب زي اصحابه ومش عارف ينزل يلعب مش عارف ينزل يلعب مش عارف ينزل اللي مناه وده دلوقت بقى كويس لا احنا كانوا محل يعني كل يوم تركيب محلول كل يوم كل يوم علق محلول عشان مسكن مسكن على طول على طول اصحابك هارفو يا عاطف بالواقع دي قالوا لك ايه قاملش حاب بيكلموك يحكولك ايه بيقوله ربنا يشفيك وخلا اه يعني اصحابك بيقولولك ربنا يشفيك طيب بيبقى اصحابك جدعانه ومال ايه اللي مضيقك كده وخليك مش هيقدر تتكلم مش عايز تتكلم علقاتي الناس انت قلقان من تعلاقاتي الناس عليك ساعدي الناس كده بتقول كلامه بتفضل تتكلمه خلاص لازم الاراة السلبية واليجابية مش كل الناس اتعاطف معانا ومش كل الناس اه انت ليه مؤثر فيك او كده مش انت سادق مش انت بتتعب جدا ومتبهدل جدا قوله الاستاذة على احساسك لما كان بيحصل لك الموضوع ده كنت بتوصل ليه مش مابا صدق او بتقول حقيق قول اتكلم كأنك بتتكلم معانا كأنك بتتكلم معانا اه اتكلم مع الاستاذة عادي تعبت والله عادي ام بتعرف تنام بعد انا بتدخل الطيلت ويحصل لك الموقف ده بتعرفش تنام من القلم انا فيه اكتر من انا جبت له مرهم فين الفيديو اللي مادام بعدتهلنا غير صالح مش عارفين مش عارفة انا ممكن افتحه دلوقتي معيك لا 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 هو انا عايز اقول لكم ان هم مقدرواش عارضولكو الفيديو لان هي صدق الفيديو كله سريخ وصويت بشكل يعني احنا انا ممكن اشغاله معي دلوقتي انت صدقه هم ما شافوا بنحافظ يكون فيه اطفال بتشوفنا ام ماينفعش يعني الطفل ده بيموت في الفيديو ده يموت أنا بالمناسبة كلمت الدكتور هاني خلب في يوم الساعة 4 الفجر ومعايا شاد بينه وبينه يا دكتور كلمني كان قافل التليفون يا دكتور كلمني حالا يا دكتور كلمني حالا فبالفعل كلمني مشكورة سمح ستو تصريح عاطف قال لي أنا أنا حاسس بك وحاسس بأمني بس مش عارف يعني مش عارفين نوصل لحل وستدكتور هشام تراد قالت لأ في حل في أطفال كتير زي عاطف أنا وقتها بقى يكون جسم بيكون حصوات هو جسمه كطفل يعني غريب أنه يكون حصوات بالشكل ده وبالحجم ده وقال لي إحنا متخوفين يكون أن الجسم ده هيبقى يبقى عنده يبقى عنده حجم أكبر وانت وصلت الحجم الأكبر أصلا بالفعل يا نبيل ما هي دي المشكلة أن أنا خايفة بعد كده يحصل نفس الموضوع طيب أنا لو ستبنيه إنتي الساتي دي بتنعيش قضيتها طبيا فقط بس أنا مش عايز أكتر من كده بس ما لجأتش لأي باب خلص تركت أي الأبواب غرق الطب بس هي ده اللي بتدور عليه دمخة ما وديتهاش لأي سكة ولا أي طريقة وده أنا احترمت فيها يعني أنا احترمت فيك ده واحترمت وعيك أنت من الأول للآخر واقفة على باب الطب بتقولهم لأ الحل في أديك وإنك هم على دراية أكتر مني هم مهما كان واحد غلط التاني أل صح غلط غلط أنا هفضل ورا الموضوع لما وصل لحل أنا لو يعني زي الناس ما بتقول تخريف وطلعة تعمل شوك كان زماني ثلاث مثلا من أول واحد من أول تحليل لأنا عملته اللي هو بتاع ما عمله البرج ده اللي هو مثلا سمعتش رأي الدجل والشعوازة ينفي لا أنا سمعت بس أنا يعني الحاجة دي عمري معرض لابني عمري معلش أنا هعمل لابني حاجة في نفسي يتعيب العمر كله ليه ليه لما حس إن أنا فقدت الأمل أنا لو زي الناس زي الناس وبقولها من قدام حضرتك أنا عاملت تحليل ده في شهر واحد يوم تمانية واحد ونفس الحصوات ونفس الأشكال بس كان تمانية لو في دماغي ترينده وفي دماغي إن أنا أطلع للإعلام وفي دماغي إن أنا أقول بقى مجوهرات وألماص زي الناس ما بتتكلم كان زي ما نطلعت صح ولا أنا غلطان صح إنما أنا صبرت بقى ما يجات منين كلمة الألماص والأحجار الكريمة اللي هو التشبيها اللي هي الدكتورة لما قالت لي فيه البيضة الشفافة والخضرة الشفافة دي حاجة شبيهة شبيهة أنا ما قلتش هي ألماص يعني هنجيب الفيديوهات بتاعتي أنا ما قلتش هي أنا قلت دي شبيهة اللي هي نفس الموضوع بتتكون تحت درجة حرارة معينة مش أنا اللي قلت أنا مش أنا أنا ما عرفش الحاجات دي أصلا يعني أنا ما تدرسش طبق إنتي عايزة أين فيه؟ أنا عايزة إبن ربنا يشفيه وعافيه عايزة حدي فعلا ما احترم ليكي برضو ما حدش يزعل مني مش كلام وخلاص ما حدش يقولي روح المكان الفلاني ويسيبني هنروح معاك بس بس ما عليش أنا 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 بكلمك بقى بروح لإني تعبت أنا تعبت والله والله العظيم الناس اللي بتتكلم دي كلها يعني أنا ما عليش أنا بتعصر غصبين عني أنا تعبت أنا ابني دا كان بيموت بيموت في الثانية بيقولي تشاهد عليها يا ماما بقى انت سايباني كده ليه انت سايباني كده ليه ماما انت مش لقيها لحل انت بقى أنا أعمل إيه أنا مهما كان أم وحاجة دي عمرها ما حصلت وزي الدكاتة عم تقوله ورد علينا أنا ما وردش عليها حاجة زي كده ما شفتهاش أنا عارفة إن إحنا الناس الكبيرة لما بتنزل بتنزل ممكن حصوة حجمها كبير شوي مش ععبة بس مش العدد ده ومش الألوان دي ومش الأشكال دي انت حضرتك ما احترامي ليك يعني بقى لك سنين في المجال وفي الطب وبتسمعي سمحت شفت مساء الحالة دي قدامك شفت شاشات لنام الأحجار الكاتمة دي ولا المتنوعة الألوان والأشكال دي انت ما شفتهاش لأ طيب أنا يعني حضرتك إعلامية وليكي بقى بتسافري وتروحي وتيجي وتسمعه وتصديفي ناس هل أنا عند غلط أنا كأم عندي غلط استرفت غلط في حاجات لأ انت لحد دي وقت يا نفين شهادة لله وقف على باب الطب وكلامها معانا بتقول أنا مش هيتحرك من قدام الباب ده أنا مش عايزة حاجة الست بتقول أنا مش عايزة غير أهل الطب يساعدوني فإحنا معاك يا نفين ما تخافيش يوم الثلاث انت معايا في الجدول وانروح وخبط اللي بواب ويوم الأربع ويمكن يبقى كابوس وينزيح يا ريت أنا نفسي عايش حياتي طبعية نفسي ابن ينزل بقى يروح دروسه ويروح مدرسته والدنيا تمام معلش أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة انت موافقني يا الرأي أنا وماما اللي أنا بقوله ده طبعا طبعا عندي أكتر واحد من الزهد الفينة الحاجات والتحاليل بهاليلتي يا عاطف جامد موتى لو التحاليل دي يا أستاذة أقل إشاعة بيجي في ضهرك بس هنا كده اه في الجام بواحد بس مسانة وضهرك مش في ظهري في جنبك في الحيط لتندول بالزبط جدا حتي تند مكانك كاليا ده القلم القلم بتحسه ونتقفتها من الحمام مش قبله بتاعد قد ايه متقلم ساعتين ساعتين على الحاسب بقى لو أنا اديته مسكنات ورا بعدها لو ما اللي جيه ركيب لي المحلول قال لي حرام عليك وانت بتضمر ابنك وغلط وحرام مش عارفه وروح الدكتور واثنين وثلاثة وما تسمعيش كلام حد والكلام ده لا احنا هننصك معاكي وهننصك ونروح نتشوف وإن شاء الله ابنك تتطمني عليك يا رب يا رب تنورتيني شرفتيني لو اي حد هيزود كلام على اللسانك هي عاد قدامي بقالها ساعة ما يكرب من ساعة كل بتتكلم فيه للطب وللعلم ما قالتش ايه حاجة قالت ابن بخير طول الوقت ما عاد الساعة اللي بيدخل يعمل فيها الحمام وده طبيعي لإلي اللي نزل منه مش طبيعي نورتيني مدامي فين عايزة ديفي حاجة تانية لا ربنا يا خليك انا عايزة بس الناس تدعيلي وتقول لي ربنا يا قوي كوي انك انا مش محتاجة وعايزة عيدها تاني وتالت ورابع عشان الناس برضو اللي بتتكلم انا مش محتاجة مساعدة مدية من حد انا الحمد لله يعني لو اخر الجنيه معايا انا انا هصرف وهدور وهجري مقابل ان انا شوف عاطف بيتحك وعاطف كويس وما فوش اي قلم ولا بياخد ابرة وانت يا باطل عايزة تقول لي حاجة تاني؟ شو؟ خالص؟ نورتوني وشرفتوني يا ربنا ايش فيك يا عاطف يا رب اه بكده تكون فقرتي دي خلصت لكن حلقتي سمكملة اقوعت رحوا في اي حتة استنونا موسيقى وارد جدا حياتك تتقلب في غمضة عيني تبقى شخص كده قاعد ويعني دينيتك تمام تلاقي نفسك دخلت في حيطة ودوامة مش عارف تخرج منها وارد جدا وبنمر كلنا بظروف نقول هي مالها عمالة دي علينا كده ليه؟ يا رب فرجها يا رب ما تسبناش يا رب ساعدنا الظروف دي مش شارطة تبقى مادية بس في نفسية مرضية ليه نفسك عمال مش رايق الدحكة مفرقة وشك بسامتك غابت وقتها بس يازم تحمي نفسك وتقف وتقولوا إيه اللي حصل؟ بحترم قوي الناس بيبقى عندها وعي وتقول ده مش حالنا أصلا إيه اللي جرالنا إحنا وصلنا لده إزاي؟ منورني يا شيخ إبراهيم أهلا وسهلا بحضرتك في ناس كتير عندها وعي؟ طبعا موجود موجود الحمد لله وتجري بتقف تروح هنا وتروح هنا وتقف على بواب ربنا وفي واحد يتخنق أو يروح عمرة واحد يقول له إن شاء الله بإذن الله ناخد نفسي وروح فين وجبنيه في ناس عندها الوعي ده في ناس بتجري تعمل إطعم طعام وتقول يا رب فق علينا يا رب فرجع علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يعني مقدمة أكتر من رائعة بتحط إيدينا على الجرح وبتدلنا على العلاك مشاكل كتيرة في المجتمع والناس يعني الضيقة بقت في صدورهم أزيد من المعتاد أزيد من المعتاد والأسف الناس بيدوروا على الحل السريع اللي هو ممكن يكون خرافة وممكن يكون خزعبلات وممكن يكون كذا وما بيدوروش على الحل الحقيقي اللي هو هيعالج لهم الحالة اللي هم فيها يعني مثلاً لو حضرتك حد حصل له معرفش إيه دي حماتي بنتي هي اللي عاملة لها دي سلفتها هي اللي خبزلها مش عارف مين عملت فيها إيه طيب ما تشوف الدنك اللي انت فيه والقلق اللي انت فيه والحاجات الوحشة اللي انت فيها سببها إيه بالضبط سببها ما قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى معنى هذه الآيات الكريمات أن الإنسان إذا كان في هم لابد أن يلتج إلى من خلق إذا كان في غم يلتج إلى مولاه إذا كان في كرب يلتج إلى الله إذا كان في أي كرب من حياته ابنه بنته حمايته امراته هو أمه أبوه لازم يقول يا رب لأن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى فلا يعتمد الإنسان أبدا على مخلوق لأن المخلوق متغير فلنعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى وبيده مفاتيح الأمر كله وهو الله سبحانه وتعالى حضرتك قلتي الواحد فينا يعمل حاجة اسمها إيمان عملي إيمان عملي هو لما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجي فإذا لجأنا إلى المولى سبحانه وتعالى فرج همومنا وكشف كروبنا ودلنا على باب الخلاص مما نحن فيه قل يا رب وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكشف كل كرب حتى مديك حاجات ببلاش مديك حاجات ببلاش فقلتوا استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يمكن هكذا هكذا شفته معنا ده ممكن الحج اللي فات كان فيه ناس بتورينا أعمال وسحر هم على يقين إنه هيتفك في عرفة هيتفك على جبل عرفة هيتفك في الحج السحر ده هو الإنسان ممكن يرسل ضعفه وقلت حلته إنه هو ياخد حاجة كده ويقابه على باب ربنا ويقول يا رب فكه جدا جدا أنا ما عنديش مشكلة خارص في أي حاجة تحصل كل حاجة وارد إنها تحصل حصلت في سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام حصلت في سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يلتج إلى مخلوق ولكنه التجأ إلى الخالق بالعكس ده الملايكة لما استغاثت وقالت يا ربنا إن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم انزلوا إليه فإن استغاث بكم فأغسوه فلما قالوا له قال له أنا جبريل قال له عاوز مننا حاجة قال له أما منك فلا قال له طب اطلب من ربنا قال علموه بحال غنين عن سؤاله هو ده قوة الإيمان الذي يجب أن تكون فمهما كانت مشكلتك ومهما كان كربك ومهما كان عظمة الموضوع اللي هو إن توائع فيه الله سبحانه وتعالى تستصغر أمامه كل المهلكات يعني إحنا يبقى عندنا يقين في الله ونتوكل على الله ونبعد عن كل حاجة تخوفنا وتقلقنا وتزبزبنا وتهزنا ربنا سبحانه وتعالى حط لينا الفرج في الكرآن الكريم آية واحدة في صورة البقرة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان فيها فيها وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله حضرتك إحنا استسهلنا زي ما أنا قلت لو كل واحد فينا خد سلاح لو أنا قلت لحضرتك إحنا مش هنروح من الشارع الفلاني عشان بيقولوا في كمين هناك وممكن يضربونا أو ممكن يعملونا إحنا ممكن نمش من الشارع ده ولا لازم نغير الشارع نغيره نغيره نغير الشارع أو على الأقل يكون معايا سلاح عشان لو حد اعتاد عليها أنا أدافع عن نفسي طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إدانا السلاح الذي يدافع عنا في كل الأمور وأمام كل سحر وأمام كل حسد وأمام كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى طيب أي السلاح ده قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن ما تخرجش من بيتك اللي لو أنت متوضي مش هيصيبك حاجة لا هتصيبك عين ولا هيصيبك سح ولا لو عدت على عفركوش مش هيقدر يعمل فيك حاجة الوضوء سلاح المؤمن حاجة ببلاش كده اتوضى وانت خارج كمان اطلع برجلك اليمين وقول بسم الله توكلت على الله كمان اطلع بقول بسم الله توكلت على الله اقول اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما فيه صعب مش صعب لو طلحت وعملت كده وقاريت قاية الكرسي مرة واحدة تحدي أن يحدث لك شيء تعالى ناخد قررنا الأول ونرجع ليكم مدقئ أروى ما تكون بكوانا موسيقى 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 وعود عليكم بخير يا رب بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الأخوة المرعين للبير فعلا كنا نجيبوا مية من صفحة بتاع نص كيلو أو كيلو بالأطفال اللي بيجيب في الجرائف لكن بسم الله ما شاء الله المية حلوة بسم الله ما شاء الله وفرتنا المية عند البيت نشكر القائمين على العز المشروع شغل عزيزيزيز نشرب منه وحده طيبين يا رب العالم نبدأ كلما نشرب ندعيه ندعيه ويجعل مزان حسناتهم ويجعلهم في قرار الجنة بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيهم ويرحم الله والديهم ويجعل منهم في حسناتهم وبرك الله فيهم وفرحونا الله يفرحهم دنيا واخرة الله يرحمهم ومسمحهم كلهم لأي إنسان شغال في الموضحة الله يرحمه وسامحة وضرتنا فيه وبرتنا في ولده وفي رزقه ومسحت نحن طبعا كنا قادين برمي ويملا مية من بعيد فربنا سبحان الله تعالى بعتكم لنا نتعطونا بالمية اللي جبتها لنا وربنا اجعلهم في مزان حسنات وززان كل خير وشكر المتبرع ويا ربنا اجعلهم في مزان حسنات من شاء الله يجعلهم من أهل الجنة اللي برحو بالميادية من شاء الله يوسح في رزقكم ان نجيبوا فقا من آخر الدنيا من قبل نجيبكم بجنة ده خير كتير شاء الله يوسح رزقكم ويجعلهم من سكان الجنة وعود عليكم لهم بخير يفكروا من شاء الله متخبوا بلاو الدين دي الأمر الجديدة الحمد لله رب العالمين دي 80 بير احنا لسه فتحينهم يعني باكورة أعمال شهر 8 وبإذن الله رب العالمين آخر الأسبوع ده عندنا 75 بير بنفتحهم في مغرغة في المينيا إن شاء الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى برضو إن شاء الله يوفقنا ونعمل كل اللي هنقدر عليه وكمان اللي مش هنقدر عليه هنحاول نعمله عشان خاطر الناس اللي هم المحتاجين لنقطة المية والحمد لله رب العالمين ما عندناش يعني في الأسبوع ده مش هيبقى عندنا قيمة انتظار لكن عندنا قيمة انتظار لمحتاجين المية يعني عندنا بلاد محتاجين منها 75 بير في الصعيد ومحتاجين 75 بير في مطروح لكن قيمة الانتظار بتوع الناس لا خلاص احنا مش هيبقى عندنا حد ده فعلنا فلوس بير ولسه ليه بير لسه بتحس بإيه والله أنا طول الأسبوع ده أنا يعني النهار ده أنا ليه طلبات إن هم هيجوا معنا لسه بقول إخواننا في المؤسسة نحن عاوزين كده عاوزين أوتوبيس عشان كل واحد يعني جايب بقول أنا وهجيب أختي عشان الحجة أنور بقولها هجيب أختي عشان هي عاوزة تعمل بير حبيبتي بس عاوزة تشوف البير بتاعي وأنا كمان هعمل بير تاني ولما شوف البير الأولاني الله أكبر الحمد لله رب العالمين إحنا مؤسسة على الخير بقت في كل قلب بقت في كل بيت دخلت مع تفاصيل البيوت والفضل الله سبحانه وتعالى ثم لحضرتك إنت قلت دخلت البيوت تعالى بأن خبط البيبين كده وندخل بنت مجالش النصيب واتأخرت في الجواز بدأوا يقولوا معمولها أعمال شوفوا بنتك واحدة تانية عايشة مع جوزها وتمام وحياتهم زي الفل جت فجأة قلبت الدنيا جوزها مش طيقها خناء كتير كل يوم التاني واخد العيال وراحة لبابا وماما كل يوم التاني كلمة الطلق بتتقال كتير في البيت طلقني 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 الروح ملت والقلب بتزل والنفس تكسرت واحد تالت يقول لك أنا ما بقيتش طيق أدخل البيت ما بقيتش عايز أكمل الله كأن بصه باجي ألاقيني كأن راح سجم ابن كان شاطر وملتزم وبيذاكر بدل حاله بقى مش هامه حاجة مش في دماغه مذاكرته جاب زي ما جابش روحه قلت الأمر بقى صعب هنا احنا دايما بنقول الأعمال والحسد وبننجري هل ممكن في كل اللي أنا قلته ده لو الواحد وقف على باب ربنا بمزلة وحنا مش هتزل غير لربنا ومزلة للعباتة ورحمة ما تدخل على مراتك وتقعب تعيط وبنقادي ربنا كده سبها لما تفتح الباب وتدخل الأبوكي وتلاقيه متزلل ومنهار سبيل ليه مش لأن ده الحال الطبيعي هو بتزل كده يعمل صدقة تفرج هامه أنا الأول بقول لكل صاحب هام ولكل صاحب غام ولكل صاحب مشكلة يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بوليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوة هو الله طيب هشوف ربنا سبحانه وتعالى عملنا لما قال يلي عندك مشكلة هقولك على حاجة كويسة يلي عندك هم أنا هقولك على علاج قاله ربنا يلي عندك غم هقولك على حاجة يا صاحب الدين هقولك على حاجة كويسة طيب إيه اللي ربنا قاله للمشاكل دي عشان يحلها هذه المشاكل تعتبر بالنسبة لنا دايما نقوله فيها عسر فيها عسر أنت عاوز حالك ينقلب من العسر إلى اليسر أيها هو من صاحب التفريج هو الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر فأما من أعطى عندك مريض ورحت لدكاترة ولسه مخفش تصدق عندك هم وخدت فيه بالأسباب ولسه من فكش تصدق وتأكد تماما أن ربنا سبحانه وتعالى هيبدل حالك بعد العسر يسرا واعلم أن الله سبحانه وتعالى وضع العسر بين يسرين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا خالق الكون لا يرضى أن تكون حزينا ربنا سبحانه وتعالى قال بربهم يومئذ فرحون افرح بربك اتوضى وقف قدامه اسجد على السجادة وتذلل إليه وابكي إلى الله وقول يا رب سيقول لك الله تعالى لبيك يا عبدي وسيفرج همك قبل أن تقوم من سجودك السنو من قدامك إنك أنت في كرب فرق كرب واحد مكروب طب أنا لما فرق كرب أنا عاوزك فرق كرباني ما هو سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من سهل سهل له ومن يسر على معسر يسر الله عليه ومن فك عن مسلم كربة من كرب الدنيا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يعني إيه دي تغطى أنفق أنفق عليك إن أنفقت مالا أنفق الله عليك صحة وجاها ومستقبلا لك ولأولادك وشفاءا لمريض عندك عجزت الأطباء عند دوائه تعالى ناخد تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية ابقوا معنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أهتاقين الموالي للجامعة والعيال ما يلقوا بيش يتغضوا يعني من الصحراء ما تحب ذاتها بين فيه من قل الموالي ما أعبد عند الله من قبر الخاطر ما أعبد عند الله من قبر الخاطر وقيل من عاش جابيرا للخواطر نجاه الله ولو في جو في المخاطر لو بصينا الجدي وأبوي الحج وبصيت له أنت بعين الرحمة وبعين الموادة وبعين الإسلام أنك أنت تمدي إيدك في إيدين الناس دول وتوفر لهم بير في المنطقة هنا في المنطقة الصحراوية دي بيقول طول عمرنا ما فيش مياه فهم لما يتصلوا بمؤسسة فعالخير ومؤسسة فعالخير تيجي هنا ومؤكدين أننا لازم 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 نعمل لهم بير وبير كبير كمان عشان يسوي بين المدرسة وبين المسجد يستفيد منه أطفال التجمع ورجال التجمع ونساء التجمع والرجال الكبار اللي بيستفيد يقول لك والله غالب يقول لك الله غالب بتعمل أيهم الجمعة الله غالب فيه مياه بنتوضع مفيش مياه بنتيمم موسيقى احتاجين مياه الجمعة والعياد ما يجبوش يتوضع يعني 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 الصحراء ما تحيب ذات عدين فيه من جل المال موسيقى مياه عاوزين يلاقوا مياه عشان يتوضوا منها في المسجد يبقى لازم تعرفوا حجم المشكلة موسيقى احتاجين مياه الجمعة والعياد ما يجبوش يتوضع يعني يعني الصحراء ما تحيب ذات عدين فيه من جل المال موسيقى طيب المسجد ده محتاج ايه المسجد ده حضرتك فيه مطروح فيه منطقة كبيرة جدا اللي كان محتاجين فيه عشر أبار عملنا هناك ثلاث أبار وفضل سبع أبار في المنطقة دي لازم يتعاملوا لانه الناس ناك الحالة صعبة جدا وبينهم وبين اقرب مياه أربعين كيلو أربعين كيلو بيقى اما يجي لهم عربية وانيت يحبوا فيها جراكن الجركن بيوصل لعشرين جنيه الجركن بيوصل لعشرين جنيه وهناك أطنان من مية المطر محدش بيعرف يقابلها والحد يقدر يخزنها إذا ما عملناش أبار تخزين للمنطقة دي والناس مش هيقدروا يشربوا مية الناس مش هيقدروا يعيشوا الناس مش هيقدروا يتوضوا يعني حاجات الحاجات العادية بتاعة العيشة مش مش قادرين عليها الولاد الزغيرين السهم فيه بكام يعني السهم في أعمار المسجد ده كام المسجد حضرتك عاوز بير كبير عاوز بير كبير كمان أزيد من اللي هناك لأن هناك جنبهم مدرسة وإحنا داخلين على المدارس الولاد برضو بيبقوا في المدرسة حالتهم حاجة صعبة جدا عاوزين نعمل هناك بير مية وخمسين طن أقل حاج مية وخمسين طن أقل حاج مع البير اللي اتعامل هناك مية يبقى ان شاء الله كده ايه نكفي ونوفي المسجد والمدرسة والتجمع اللي هناك نعمل له كمان خمس أبار يبقى ربنا سبحانه وتعالى جبر خاطركو زي ما انتو هتجبره بخاطر الناس دول المسجد ده محتاج على وجه السرعة كبير كبير مية وخمسين طن مية عشان يكفي الولاد في المدرسة ويكفي الناس في المسجد طيب لو انا سألتك وقلتلك في حد بيقول لي يعني هو انا ربنا مش هيحط يقودي في حياتي الا بالصدقة يعني في شرط مشروط على ربنا هو في حضرتك حاجة مهمة هو اللي بيسأل السؤال ده لازم اقول له حاجة انت تقدر تخش الكلية لما تاخد السنوية لا ما نفعش طيب انت عاوز تايسير اعمل اللي ربنا قال عليه عاوز فك كرب اعمل اللي ربنا قال عليه عاوز شفاء مرض اعمل اللي ربنا قال عليه ما هيدي تساوي دي بالزبط ما اقدرش اخش كلية اي حاجة الا اذا خدت السنوية عامة وجبت مجموع للكلية اللي انا عاوزها طيب المجموع ايه اللي هو ربنا هيديني اليسر بعد الحسن فأما من أعطى واتقى وصدقى بالحسنة طيب أنت من تشعجبك الآية دي خد اللي بعدها وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للحسنة بخلت وكناست وما طلعتش لربنا ولا للفقرة اللي هم بتقع ربنا سبحانه وتعالى أقولك فيه ناس عاوزة مية تقول يا عم سبك منهم أقولك فيه ناس عاوزين علاج وكرب وفك قروب ما لهاش حدود تقول يا عم أنا مليش دعوة أنا بنفسي خلاص من لا مفلايا لمن إلا نفسه ربنا قال اللي يد هديه انت ما بتديش خد بقى انت حظك طب المسجد ده محتاج إيه محتاجين بير البير ب30 ألف جنيه ممكن نزوده يبقى ب50 ألف جنيه عشان يبقى كبير شوية فيه حد هيقدر يدفع الثلاثين وفيه أربعة كمان يدوني كل واحد خمس تلاف جنيه أعمل أقدر أعمل البير ويبقى ضميري مستلائح جدا عشان أنا بعرض المسجد ده مرة تانية ومرة تالتة عشان الناس بتستغيث لدخول المدارس ولو الأطفال هناك مش هيلاقوا مية طيب تعالوا ناخد تارينا لديه ونرجع لكم مرة نيقب كومانا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فيران بتنزل علينا مثلا وإحنا حطنا الأكل بنزل الأكل التاكل من الفيران وما عندناش مية طبعا باملة من عند الجيران ومسافة بعيدة بالجردل كده ودخل اللي عندينا هنا ولا عندها مية ولا عندها نور ولا عندها سأل خايفة على عيالنا لحاجة تنزل باللال تقرصهم الأم بتبكي والله يا ربنا اللي يعلم يعني شايف القعدة وشايف المنظر اللي ناس قعدة فيه وكده يعني ومع أي عيال صغيرة برضه أكيد طبعا يعني أنا عندي أغلى منهم حاجة أكيد طبعا يعني أنا عندي أغلى منهم حاجة هالعرشة زي ما أنت شايف يعني بتنسل منها حشرات وكده بقول يا رب بقول يا ربي يا ربي يرزولنا من ناس أهل خار كده يصلحونا ويجبونا عدد مية ولا يجبونا حاجة اللي يقدروا عليه أكيد طبعا يعني أنا عندي أغلى منهم حاجة الدموع دي غلي عند ربنا فإذا كانت الدموع دي غلي عند ربنا وغلي عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن تكون الدموع دي غلي عندك انت لآخر زي ما أنتوا شايفين كده باتل عجيب الحبة المية نشرب بيهم حتى ما منهمش علينا نغسل منهم الجلبية اللي هنلبسها الحمد لله بنشير المية هاو دي وباتنا زي ما أنتوا شايفين والفيران قلبحانا والله والله الفيران قلبحانا وحلفرشتنا وحلهدون عشان والله يعني والله الفيران معرفين نحط حتى هدمة نلبسها معرفين نحط لقمة ناكلها الفيران قربت تأكل معانا على الأكل اللي إحنا على الصينية اللي بنأكل عليها تعبت والله تعبت الدرجة إن أنا عملت عمليات في عناية اللي اتنين بقول يا رب بقول يا ربي يا ربي يرزوننا بناس أهل الخار كده يسلحونا ويجبونا عدد مية ولا يجبونا حاجة اللي يقدروا عليه أكيد طبعا يعني عندنا أغلى من الحاجة ولما سيتنا النبع عليه الصلاة والسلام يقول سرور تدخله هناك مفهوم مخالفة يبقى هذا كان في حالة حزن وهذا كان في حالة ضعف وهذا كان في حالة جوع فمنفرج عن هؤلاء هذه القربات في الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة طلبات حضرتك إيه؟ محتاجين في المنطقة دي 150 سقف عشان البكاء بتاع الناس وطلباتهم الحقيقة زادت قوي الحشرات بتنزل عليهم والفرام بتنزل عليهم والتعابين بتنزل عليهم حتى اللقمة اللي هم الأم بتقعد تجيبها الله أعلم بتجيبها منين وعملتها لولادها بيقع فيها فار بيقع فيها تعبان بيقع فيها طرابة فما تبقى الصالحة للإستعمال فإحنا لما بنعمل لهم 150 سقف مش كتير ده الأوضة الأوضة الحجرة بالحتة اللي قدامها بتكلف 5000 جنيه يعني السهم في السقف 5000 جنيه يعني النهاردة لو اتصل بي 151 ب5000 جنيه أعمل للناس زولت ويقابلوا الشتر اللي جاي وربنا سبحانه وتعالي حميهم ويبقى سطرتهم عشان ربنا يستركوا جبرتوا خطرهم عشان ربنا يجبر خطرهم أنت نعطي معك ورقة تعالي ناخدها كده النهاردة معايا ورقة الحقيقة كل من فيها سواء كان من المنوفية أو سواء كان من البجور أو كان من من أي مكان فيها كلهم بيمسوا على حضرتك جدا ويه مش شوئين لدعويتك ليهم يعني عندي ندعي للمرحوم الحج محمد أهلي وشعراوي المرحومة الحجة سوزان يوسف توركي الدعاء لأولادهم دكتورة أماني وزوجها وأولادها دكتور إيهاب وزوجته وأولاده الأستاذ أحمد وزوجته وأولاده الدكتورة أسماء وزوجها وأولادها عم الحج محمد عليها وشعراوي أستاذه اللي علمه القرآن أشراكه في البير معه فضيلة الشيخ عبد الرشيد الخولي وصيته والله يرحمه كمان بدعي لأخويا المهندس فؤاد الجعار وزوجته الحجة أهداف يوسف وأولادهم ربنا شفيك يا بشمهندس وربنا سبحانه وتعالى يشفي الحجة أهداف يا رب العالمين كمان أعوزين ندعي للحجة نوال حامد عيد الحجة نوال حامد عيد يا أستاذة ليها حكاية أما رحت هناك في البجور بتقول لي راح تقلع دهب وقالت لهم أنتوا هتزبقوني لربنا إيه ده أول مرة في حياتي وأنا عندي سبعين سنة ألاقي واحدة بتقلع دهب بتقلع دهب وبتقول ده عملولي ليه بير وده حطولي فيها الغواشة دي للجامع للجامع اللي كنا عرضناها حطوها في السقف الحديد بتاعه وعملولي البير كمان ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويبارك فيها الله مأمين ووالدها المرحوم الحج حمد والدتها الحج حميدة حمد زوجها المرحوم الحج فاروق متولي والدعاء للحج عبد الرحمن الزروبي والحج كريم عبد الرحمن مش هننسى أبدا الدعاء للحج جيهان حسن يدزاكي وزوجها وأولادها كمان هندعي للحج سامي الجيوشي والمرحومة زوجته لحج أمال حسين كمان مش هننسى الدعاء للحج فتح إدريس الرجل المحسن اللي بيشترك معانا في كل خير في المؤسسة وأخوه لسه متوفر رحمة الله عليه الحج أحمد فاروق طرابات حسنك النهاردة النهاردة محتاجين 75 بير في مطروح و75 بير في المينيا ومحتاجين 150 سقف محتاجين 150 وصلة مية محتاجين كمان ننبه على إن البير بـ 30 ألف جنيه ما زال إجروا والجدعانوا احنا في شهر 8 لشهر 12 مش عارفين بعد شهر 12 بير هيبقى ما عندنا بكامل بير بـ 30 ألف جنيه الوصل الساهم فيه بـ 5000 جنيه الساهم في السقف بـ 5000 جنيه الساهم في المسجد بـ 5000 جنيه وصلة مية بـ 3000 جنيه نورتي مش عرفتيني الشيخ براني شكرا لحضرتك جدا بكده أكون وصلت نهاية حلقة النهاردة انتظروني غدا في نفس النعاية كانت معكم نهال طيل في نهال في أمان الله اشتركوا في القناة